بسم الله. بداية كلنا عارفين يعني ايه? صح ولا مش صح? كلنا عارفين يعني ايه? تمام? كلنا عارفين يعني ايه? ممتاز. وعارفين ان الفريابل ده عبارة عن مكان. مكان في الممري. دي الممري بتاعتنا. اوكي? بس المكان بيكون في النقطة دي. خلاص? يكون شايل قيمة معينة. ولي اكون ده اكس. خلاص? ممتاز جدا. طيب ازن الفريابل هي عبارة عن قيمة واحدة في الممري. اوكي? وبتتغير على الحسب بتاعها ما تعمل لها اسناد للقيمة. طيب احنا فهمنا النقطة دي وخدنا سيشينين على الموضوع ده. انا وكان ساعة ونص او اكتر من ساعة ونص وشربنا يعني ايه? وشربنا الموضوع ده. طيب. ندخل على حاجة مهمة جدا اللي هي الاريج. ايه الاريج دي بقى? ايه هي الاريج? ايه الاريج? ممتاز جدا. بهدوء كده خالص. انت لما كنت بتعمل فانت كنت بتقول اول حاجة مسلا. ولي هكون خيانة اعمل كده شرطا. اقول له مسلا فار اكس. بتساوي مسلا عشرة. صح? كنت اجازة تعمل واحد تاني بتقول له فار مساعة سبيل المسال فار. واي ساوي مسلا عشرين. اوكي? بتقول فار. زي ايكوال مسلا تلاتين. فانت كان بيجي لك تلات اماكن في الممري كده. مكان تاني. مكان تالت. اوكي? ده اسمه واي. وده اسمه زي. ركز كده مع اللي ارض عليك. وكان ده في عشرة. اوكي? ده في عشرين. ده في كام? تلاتين. ممتاز جدا. طيب انا لو عندي مسلا لو عندي مسلا عشرين متغير او تلاتين متغير حفظة لقول له فار كزا فار واحد فار نام وان فار نام تو فار نام ثري والكلام ده كله. لا طبعا حاجة مرهقة ومتعبة جدا. تمام? اما لي يا باشوانجز? جاتلنا حاجة اسمها لايه? اسمها القرية. اوكي? القرية ديت عبارة عن مجموعة متغيرات تمام? او مجموعة اماكن في الممري تحت اسم واحد. يعني ايه? يعني هو كان بيعمل لك الحاجات ديته وقال لك لا يا عمنا هروح جاعمل لك كده مكان كده هو في الممري. تمام? وقسمه لك تلات تلات اماكن. حط في اللي انت عايز وقت. وده هنسميه مسلا ماي الري. مسلا على سميه المسال اسم بتاح. خط في اللي انت عايز. خط في مسلا عايز تحط فيه. هو اللي يكون على سميه المسال عشرة. ماشي عشرين ماشي تلات ايين. تمام? ممتاز جد? يعني ازا هو راح جايه عمل لي مكان في الممري. وشاور عليه بالاسم ده. اوكي? وقال لك المكان ده عبارة عن الري في ثلات الحاجات. بس طريق التعريف الري متشابهة شوية مع الايه? مع الفريابل. تمام? بس طريقة التعامل معها مختلفة جدا عن الفريابل. ليه بقى? لان لازم تكون نتفاهم خواص الري بتبدأ ازاي? الري يا شباب بتتكون من حاجة مهمة جدا. حاجة اسمها اول حاجة الاندكس. الاندكس ده اللي هو ركم العنصر. طيب في البداية خالص سيبنا من الاندكس دلوقتي. انا عايز اعرف الري. اعرف الري ازاي? بتعرف الري زي الوبجيكت بالزبط. انا هقول له مثلا فار. انا سبين المثال. موي الري. موي الري. اوكي? ايكوال كده. كده. تو. سكويري براكت. قوسين بالطريقة دي. بس كده بس كده. ده كده عرفت الري فاضية. الطريقة دي. الطريقة ديت. يعني اللي دراس سي واللي دراس سي بلاس بلاس. واللي دراس جافا. طبعا? واللي اشتغل عموما في السي شارب او في اي لغة تانية. امش يعني ايه? الطريقة ديت صعبة انها تتعمل هناك ليه? لان مش اه مش ردب ولا بمهنة اصح. ازاي? لان الري مش معروف نوحها. هو ان الوقتي لما باجي مسلا في اي لغة برمجة سواء سي او سي شارب او اي لغة برمجة تانية غير جافا سكريبت. لما كنت باجي عرف متغير كنت بتتحدد نوع المتغير الاول او type of variable واسم ال variable كنت بتقوله مثلا int x او string y. تمام? كده انت عرفت نوع متغير عفوا ان عرفت type of variable اوكي? وهيخزن جوه ايه? او هيشيل جوه ايه? انما احنا هنا عندنا في ال جافا سكريبت احنا بالعرف ال variable على طول. واول ما نسنبن القيمة ده معناته ان المتغير خلاص اصبح number او اصبح string او اصبح boolean. كذلك الري. انما هناك في الجافا او في السي او في السي شارب. لا لازم تحط نوع الري ايه? الري ده هتشيل ايه? هل هي هتشيل numbers بس? ولا هتشيل strings بس? تمام? فالجافا سكريبت فيها مرونة شوية زيها زي البيثون بالزبط. تمام? فيها مرونة كبيرة جدا انت ملهاش آآ لنف معين انت هنا مش محدد هنا الري معك open. open يعني يعني تحط فيها اي قيم انت عايزها. طيب انا الوقتي انا عرفت الاربية تعطي. كده انا عرفت الاربية تعطي. طيب احط له قيم ازاي? بسيطة يا سيدي. تقول له ماي. بتنادع لها بالاندكس بقى. بتقول له ماي اري. اري اوف ايه? اوف ايه? اوف الزيرو مسلا. ايكول مسلا آآ علي. طبعا ده بيكون بين دابل كودس. تمام? هيروح جاي رايح لك على هنا. وهتطلق علي. تمام? في اول واحد. تبدأ تحطين. طب خلينا نعمل بس فايل جديد. او سوري. انا لسه منزل البرنامج فلسه مش شغلها لاول مرة اشتغل علي. فسوري يعني كنت يعني ايه? فاطل اخبط فيه شوية. طيب بسم الله. خلينا اقول له مسلا فار. اوكي? ولي اكون آآ ماي فرينز. ماي فرينز. اوكي? ايكول. خلينا نعرفها بالطريقة العادية. ايكول ايه? هنقول مسلا علي. و. سيف. و. احمن. اوكي? حقولنا انه هيروح على الميموري ويعرف لي ايه? اعرف لي هنا الري. اوكي? في شايلة الثلاث قيم اللي قدامكم دي. خلاص? كده. ديت ايه? فرينز. امتاز جدا. طيب لو انا جيت مسلا قلت له فار. فار. ماي. ماي نيمز مسلا. بتساوي ماي فرينز. ايه اللي هيحصل? انا قلت له فار ماي نيمز بتساوي ماي فرينز. وركز في النقطة دي. انا هنا بساوي. اتنين قرية وبعض. يعني المفروض. المفروض من وجهة نزرك انت. من وجهة نزرك انت كيوزر انا مش بتكلم كفلبر لأ سيبك كفلبر دي انسيها خالص دلوقتي كبروجرامر انسيها خالص دلوقتي. انا كيوزر. اه ده انت عامل ماي نيمز بتساوي ماي فرينز. معناته ان ماي نيمز دلوقتي هيتعمل لي ايه? هيتعمل لي اتنين قرية صح? تعمل لي اتنين قرية. ده قرية هي تانية هي اسمها my names وفيها نفس التلات قيم دولي صح فيها نفس التلات قيم دولي اوكي فيها نفس التلات القيم القدامك دي هقول لك اه صح كلامك مظبوط جدا وك كريد او نقدر نقول كلوجيك صح انت صح ممتاز جدا بس الكمبيوتر ما ببصلهاش من النقطة دي لان انا قلت لك ان الري اصلا ريفرانس صح يعني بوينترز يعني ايه يعني اصلا هو حجز تلقت اماكن في الممري بس مشاور عليهم باسم الـ variable فانت ما تيجي تقول له والله فار my names فمعناته ان انت عملت بوينتر تاني عملت بوينتر تاني اوكي وسميته my names معناته ان انت مفيش عندك بقى ايه قرية تانية بقى ها معناته انت مفيش عندك قرية تانية اما انت عندك ايه انت عندك عندك بوينتر تاني البوينتر ده اوكي بيشاور على الاري دي بيشاور عليه يعني اي تأثير لو انت قلت له my name of zero خلاص معناته انه حيروح على المكان الزيرو الاولين لهو ويغير فيه لو قلت له بيساوي مثلا بيساوي مثلا السيد على سبيل المثال فهو حيروح جاي شايل لك علي دي اوكي خليها باللون الاحمر حيشير لك علي دي ويحط لك مكانها السيد تبقى فاهم النقطة دي خلاص انت كده قلت ايه قلت فار my name is equal انت كده عملت reference بيشاور عليه لو انت جيت غيرت بال reference الجديد حيغيرلك في الاساسية وتكون مركز في النقطة دي خلي بالك اوكي طيب طيب امتى انا اعمل الري تكون منفصل عنه في الحالة دي يا سيد انت هتقول my my name my name of zero equal my friends of a في الزيرو طيب ما تيجي نجرب تسيبنا بقى من الشغل النظري تعالى نجرب اقول لك يا الله احسن حاجة التجريب طيب بسم الله ندخل على ندخل على ال console بتاعنا الجميل بتاعنا بسم الله نجينا نقول له تفضل يا باشا تفضل حين يا مهندسنا من قلت my name is is you saw my my friends my friends وين راح تزا قلت انه اشار عليها ببوينت يعني تبقى موجودة ايوة هي موجودة في المموري واري موجودة في المموري وبنشاور عليها بالاسم اسمه خلاص فانت لما جيت قلت هو عمل بوينتر تاني وبشاور على نفس الاري وبقالتين كده بشاوروا على نفس الاري همني انما مش شايلين مش كل واحد شاور من فاصلة هو بشاور على المخزن ده بشاور على المخزن ده ده مخزن قدامك تمام بشاور عليه وده بارده بشاور على المخزن ده مفهوم? اوكي. طيب كلام جميل. نرجع. نرجع. مفهوم. طيب انا 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 عرفت القريب بتاعتي بالطريقة دي. فانا هقول له مسلا هقول علي نفس الطريقة بالزبط. علي و ومسلا يسين. طيب عرفت القريب. لو جيت قلت له كونسول. بطلق. وركز مع الله هيرضى عليك انت هو. هقول له تمام جدا? تعال نصغر دي كده. ويننزل خالص البورد بيتاتنا دي. وتعال نقول له هاتلنا دي. ناحية تانية. ماشي ايوة كده. كده لو انت شايف زهرت قدام الاري. هقول لك زهرت قدامك الاري. لو انا قلت له فار. فار. ماي افون. ماي نيمز. اوكي خلال نعمل الكاميركس احسن. انا بحب دايما اننا نستخدم الا. ايكول ماي فرينز. حلو? حلو. لو جيت قلت له كونسول. لطلق. الماي نيمز. فيش اي تأسيد خالص. لاتنين زي بعض. صح? طب لو انا جيت قلت له هنا. قبل الكنسول ما يلوك دي. قلت له والله الماي نيمز. او خليها زي ما هي. انا هعمل كونسول تاني. هقول له ماي نيمز. اوف. الزيرو. ايكول. وليكن مينة. مينة. مش هايزين زعاله لاخ مينة. وبعدين. هنقول له كونسول. كونسول. دوت لوج. اوكي. خلينا اقول مثلا. اه. ماي نيمز. الري. اوكي. الري. و ماي نيمز. ايه اللي زهر? اهو. طيب حلو. الكلام جدا جدا جدا. تعال باش ما نزنكرر نفس الخط ده. نفس السطر ده. بس نغير ماي نيمز الى ماي ايه? ماي فونكشن. ماي فرينز. ايه اللي زهر? انا هسمي ديت? ماي فرينز. فرينز. اهو. صح ولا مش صح? ماي نيمز الري مينة? وماي نيمز ماي فرينز الري مينة? انا هتقول لي باش مونس بس لاتنين مختلفين هقول لك لأ احنا عملنا بوينتر. مش عملنا الري جديدة. طب لو انا جيت عملت. جيت عملت على دي كده. على دي كده. كده هوا. كومنت للطريقة دي. اوكي? جيت عملت عليها كومنت. هيطلع لأرور اه عشان انا مش معرف المينة. وجيت هنا قلت له. ماي نيمز. او نقول له مسلا فار. ماي ماي. ماي. ما حد شكتي براية يا شباب لو سمحتم يعني. اوكي? سيبي التطبيق ده بعدين عشان ما تتشدتش. مع كوباتش هي حلوة كده. بتساوي الري. وبعدين قلت له. ماي نيمز. او في الزيرو. ايكوال. ماي فرينز. او في الزيرو برضو. تمام? ممتاز. لو لحظت انت عندك هنا ايه? اتا هنا قال لك. ماي. ماي نيمز الري فيها بس عنصر واحد اللي هو مينة. انما ماي فرينز الري فيها ايه? فيها تلات عناصر. علي وسيف ويسين. طب ليه ما تغيرش ده? هقول لك ما احنا للوقت احنا عملنا الري فاضية. تمام? وجينا سوينا القيم بقى. القيم او العناصر اللي جوه الري بالعناصر اللي جوه الري بالعناصر اللي جوه ايه? عنصر عنصر. دي دي طريقة. خلي بالك لو انت عايز ان انت تاخد نفس العناصر في الري جديدة. اوكي? طيب. احنا بعدين ان شاء الله في لما تاخدوها ان شاء الله تاخدوا يعني ايه حاجة اسمها خلاص? وتاخدوا عناصر يعني حاجة مميزة جدا في اسمها ده بينسخ لك الري. تمام? بينسخ الري بياخد الري جديدة خالص. مش بس على الري على الوبجيك بس. طيب. لحد النقطة دي انتو فهمتوا الميكانيزم او الحاجة اللي حصلت في الميموري كالديفولوبر من عين الشخص الديفولوبر سيبك من الويوزر خلص دلوقتي. انت فهم دلوقتي ايه اللي بيتم جوه الميموري? ممتاز. عشان نبقى متفهمين نقطة ديت. كده الوضع الممتاز. حلو الكلام. زي الفول. احنا كلنا بنكمل بعض وكلنا ايه? ايدنا على ايد بعض. عشان نطلع بحاجة او بكونسب مفهوم للجميع. ممتاز جدا. طيب انا وصلت للنقطة دي. طيب. انا عايز اعرف بقى يعني ايه علي ويعني ايه يا سينو. يعني ايه سينو. الحاجات دي يا شباب دي القيم اللي جوه الري. طيب. علي دي دي الاندكس. انا لما جيت هنا وقلت افززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز عنصر اتنين تلاتة. ده اللينث بتاعها ده الطول بتاعها. يعني انت لو جيت قلت له لو جيت قلت له. دوت لوج. قلت له ماي فرينز. دوت لينث. لينث. اوكي. هيطلع عليك اللينث بتاعها كم? تلاتة. شايف? تلاتة. خلاص? تلات عناصر موجودين. طيب الاندكس هو اللينث ناقص واحد. يعني مسلا عايز اجيب الاندكس ده. بقول ايه? لينث ناقص واحد. هيجيب لك الاتنين رقم ده. تمام? طيب اللي هو اللي هو ياسين. ده هو اخر عنصر بمعنى صحي يعني. طيب. ده بالنسبة للاري. فيه نوع تاني من الاري? اه. فيه نوع تاني من الاري. وهو اسمه associative array. ايه 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 الاري ده? وايه النوع ده من الاري? النوع ده شباب ملوش علاقة بيه الاندكس. ال associative الاري ده. انا هنكتبه مسلا. اهو. associative array. طبعا? النوع ده يا شباب ملوش علاقة خالص بيه الاري اللي فوق دي. ازاي? يعني انت احنا متعودين احنا كنا بنعرف الاري بالطريقة اللي قدامكم دي صح? طريقة اللي ترى الاري دي اللي ترى. طرل. 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 طريقة الاريت لك تعال نشوف بقى بالطريقة الطريقة العادية بقى بتاعتنا بتقول له فار مسلا. اه ولي يكون اه فرينز فرينز. ايكوال نيو ايوة بناخد استخدامنا الكيورد اسمها نيو ايه بقى? نيو ار ري. طيب ايه ايه الاري دي بقى? الاري دي كون استراكتور. ومش حيفهم يعني ايه كون استراكتور غير الناس اللي هي درسة سي بلاس بلاس او سي شارب او اي حاجة خاصة بيه الابجيكت دي معناها انا بعمل منها او بعمل منها او بعمل منها او بعمل منها او بمعنى اصح. طيب ماشي وكان كده عملت او عملت فرينز. اه سوري اه 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 سوري. فار شكرا يا عم حمدي. مش مانس حمدي برضو? اه شكرا مش مانس احمد. طيب اه حمدي طريبا لا موجود معنا حمدي. طيب اه خلاص كده انا عملت الري اسمها ماي فرينز. اوكي. لو جيت هنا بدي اقول له والله انا عايز اقول فرينز. فرينز. اوفيس زيرو مسلا. مش المفروض اعمل كده? صح? او مش صح? صح? واحد بقى يسيب المايك كده مفتوحي يزولني في المايك كده ويكلمني كده وياخد قدي معي. صح يا باش مهندس. يا فرينز مش مختوبة صح يا شكرا. اه? ارينز مش مش مختوبة نفس الاسم يعني. اي ازاي مش نفس الاسم اه اه انا كاتبها غلط يعني. يا عم اما ما تخليها تسيبنا من دي خلاص ونكتب ماي اريو خلاص. اهي وراح دماغنا صح? ونقول له ماي اريو. اهي. ماي اريو في الزيرو. اوكي. ممتاز? حالو زي الفل. مش ده المفروض يعني اقول له بيساوي. بيساوي مسلا. اه بيساوي مسلا محمد صح? لو جيت قلت له تطلق. ماي. ماي اري. صح او مش صح? ممتاز جدا. طيب هو هنا هنا عمل ايه? هنا يا شباب الزيرو دي زيرو دي مش الانبكس بتاعت محمد. زيرو دي الكي وورد بتاعت محمد. يعني ايه? يعني انت بسا ممكن تيجي انا تقول له اوفي النام. تمام? وجيت قلت له ماي اري طلع لك ايه? ايه اللي طلع لك هنا. على اليسار هنا. طلع لك ايه? طلع لك النام. النام محمد. ازاي طلع لك النام محمد. انا مخزن في ماي اري محمد بس. ايوة. انا هنا لانا استخدمت ده حاجة اسمها كي. الاري هنا احتوت على كي وفاليو. كي وفاليو يعني ايه? يعني انت لما تيجي تنادي على الاري دي. هتنادي عليها بالكي بتاعتها. يعني مثلا لو جيت عملت كي تانية. خلاص? ولي اكون خياني مسلا. اه سوري. لو جيت مسلا هنا قلت له والله يخلي ده الاف نيم. الفرست نيم مسلا. وجيت على ده. قلت له والله يخلي ده ال النام. وجيت مسلا محمد ده هسميه مسلا السيد مسلا. اوكي? وجيت قلت له هنا طريقه ايه? شوفها على جانب اليسار من الشاشة. طريق لك الاف نيم محمد واللاست نيم ايه? السيد. طب لو جيت قلت له انا عايز انا عايز اول عنصر فانت هتقول له ايه? اف اف ايه? اف نيم صح? طلال لك ايه طلال لك محمد. مزبوط? مزبوط. طيب زي الفل. اذا انا هنا نديت على الاري بتاعتي بالايه? بالكي بتاعتها. بالكي. طيب يا باش مهانز. ده كلام جميل جدا. طيب خليني خليني ان انا ارجع لديه بعدين شوية. خليني اعمل لديه كده. اعمل لديه كومنت. وحرجع لها يعني اديني بالزبط تلات دقايق او اربع دقايق وحرجع لها على طول. طيب. وخليني مثلا على الكل اللي انا عملته ده برضو. خليني اعمل له كومنت بالطريقة دي. تمام? ممتاز. طيب. انا دلوقتي لو عايز اطبع عناصر الاري بتاعتي عنصر عنصر. يعني هما طال الوقت ظهرين قدامي علي ووسيف ومحمد او ياسين او الكلام ده كله. انا عايز اطبعهم عنصر عنصر. في عندي يا شبيب حاجة اسمها. بدل ما اقول له مثلا اطبع لي الاسم الاول اطبع لي الاسم التاني. تمام? في عندي حاجة اسمها اللوب. او قبل ما اخدوا اللوب دلوقتي معلش. ااسف. انا ااسف جدا. قبل ما اخدوا اللوب انتو اخدتوها طبعا اخدتوها ماشباني بس اخدنا نكمل للنقص الاول. عندي الميثودس. الاري لها ميثودس يا شباب. الاري لها ميثودس. تمام? تمام. ايه هي الميثودس او ايه هي الفونكشنز. خلنا نقول فونكشن. طرح ما اله احنا بدي اتعامل مع الفونكشنز. ايه الفونكشنز بتاعت الاري? ايه هي الفونكشن? الري. 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 ايه بقى الفونكشنز بتاعت الاري? بص يا سيد. الفونكشنز بتاعت الاري اول حاجة واحد ايه? عندي اول حاجة اسمها بوب. بوب. اتلاقييني بكتبها لك. نفس الطرية اللي قدامك ده. بعدها بعدها عندي هنقول اتنين اتنين بوش بوش ممتاز بس بوش بتاخد برامترز اوكي بوش بتاخد برامترز هنخلينا نحط نقط هنا عشان يبقى انت ايه يبقى انت فاهم ان هي بتاخد برامترز طيب التالتة تالتة حاجة اسمها ايه شفت وشفت دي ما بتاخدش حاجة تمام طيب تلاك اربعة اربعة ان شفت ان شفت دي بتاخد برامترز نعفوا خمسة خمسة عندي حاجة اسمها ريفيرز ريفيرز دي ما بتاخدش برامترز تمام هنعرف بتعمل ايه ستة سورت وسورت دي ما بتاخدش برامترز بس انا حديها برامترز طيب احنا لحد الوقت احنا عرفنا عرفنا الميثودز اسماء بس تمام بس تبقى عارف اللي ما بتاخدش برامترز دي بتحدث تغيير بتعمل تشينج ركز الله يرضى عليه تشينج خلاص اللي ما بتاخدش برامترز اللي ما بتاخدش برامترز برضو بتعمل تشينج اوكي بس انا مش فاهم برضو تشينج يعني ايه وتشينج يئمة يئمة بتضيف يئمة بتحزف يعني دية بتحزف بالمينس دي بالبلاس طالما هي بتاخد عنصر خلي بالك هي بتاخد بتاخد معاكي انها تعمل تشينج بس ايه خلينا حط البلاس هنا بلاس تشينج خلاص وهنا خلينا حط المينس تشينج قبل دي عشان تبقى انت فاهم برضو والكونسبت مفهوم لحضرتك تمام دي برضو نفس الوضع برضو ده هيبقى ايه ماينس تشينج ودي هتبقى بالايه بلاس تشينج طب ممكن بس اللي بيبعد كومنت يتكلم في المايك انا فتح المايكات للكل ماشي بس هو فيه انا 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 بركز الحاجات الاساسية اللي موجودة في في الجافة اتفضل ماشي اتفضل حبيب اوه كده ممكن انادى على عنصر في الاري عن طريق الكي او الاندكس صح كده مظبوط عشان كده خلنا حاجتين خلنا اندكس او خلنا كي الاندكس ده يبقى ارقام الاندكس رقم ايوة مظبوط جدا والاسوشياتف الاري ده اللي انا عرفته بالكونستركتور ده تقدر يتنادى عليه بالايه بالكي بتاعتة بس انا انا هريجع اي لها تاني اوكي انا هريجع اي لها تاني ENおっ الايه شوية. الايه? هي وضع كأنها اوبجيكت شوية اللي هي. اللي هي اصلا اوبجيكت يا باش. ايوة انا عارف اللي هي اللي هي بتاعها اوبجيكت واسعات تانية دي اول مرة هشوف الصلاحة على الريكة فيها كي. الاسوشيتيف الري? ام. او موضا. لا يا مش انت هتستخدمها تستخدمها في بعض الحالات في ممكن لو انت هتشتغل الباك انت. لان اي حاجة فيها كيف وفاليوم نعملها اوبجيكت. مزبوط. مزبوط فعلا. اه اه اه. حتى على فكرة هي الخصائص بتاعة الاسوشيتيف الري كنت لسه عمل لكم ما بين الري العادية بتاعتنا والاسوشيتيف الري. تمام? الميثودس دي كلها بلونج تو الليتر الري بتاعتي الري العادية بتاعت دي. خلي بالك يعني كل ميثودس اللي انا بعملها دي دي بلونج تو تقع تحت الري بتاعتنا العادية. طب الاسوشيتيف الري ولا تقدر تستخدم دي. ولا لها اي على الحاجات دي. ولا تعرفها. فاهمني? عشان كده انا جيت تحت الليتر الري او الري العادية بتاعتنا وجيت اكتب دي عشان نبدأ نستخدمها. طيب واحدة واحدة بقى. لو انا جيت جيت. انا دلوقت انا عملت. صح? ممتاز. لو انا جيت قلت له my friends dot bob. اوكي? و جيت قلت له برضو نفس الوضع اعمل لي كونسول. ليها? ايه اللي حصل? هتقول لي تشال ياسين? هقول لك ممتاز. ايه اللي انت استنتجته من ده بقى? ها? البوب بتشيل اخر عنصر في الري. مية مية. انا محتاج الحتة دي. اذا البوب بتشيل اخر عنصر في الري. اخر اندكس. اخر اندكس. صح كده? الاندكس بتاعك ده شارته بقى بقى عندي اتنين اندكس. عندي زيرو عندي واحد. ممتاز جدا. الاندكس بتاعها على اتنين. طيب. لو انا جيت. لو انا جيت. جيت قلت له my friends dot bush. و جيت قلت له مينة مسلا. اوكي? مينة. على سبيل المسال. وجيت قلت له اطبع لي برضو my friends. ايه اللي حصل? عمل بوش. وعمل لك بوش فين? في الاخر خالص. صح? يبقى ازا بوب وبوش. الاتنين واحدة بتشيل من الاخر والتانية بتحط في الاخر. حلو كده لحد هنا مفهوم? حلو زي الفول. يبقى البوب بتحزف من الاخر والبوش بتشيل من الاخر. دوله ولاد عام. بس واحد بيحزف واحد بيشيل. من الاخر برضو. طيب ممتاز. ازا احنا عرفنا الاتنين دولي فايدتهم ايه? ننتقل على shift و on shift. الاتنين زي بعض بالزبط. بس الفرق ان shift هتشيل من الاول و on shift هتشيل من الاخر. فهمتو? طيب نكرر نفس الايه? نفس الحاجة دي. كده. بس هشيلي هحط دي shift. او خاني بس. اه خاني اقول shift. shift. اوكي خاني بس اعمل console dot log. console. و اقول له مثلا. shift. خاني ااخد دي كده. اقول له. بب. بوش. shift. on. on shift. اوكي. ادي shift. و ادي. on. shift. فين? on. shift. on shift. بس مش هنحط مين بقى خاني نحط مسلا. اه. سارة مسلا. سارة. ندخل العنصر او البشموند ماشي سارة عشان بس مش ان ايه. بهم متحيزين البشموند زهبة. طيب. حلو كده حلو كده. ركز بقى معايا وافهم النقطة دي. اول حاجة. اول حاجة. اول حاجة. بوش. وبوب. قلنا ان هي بتشيل من الاخر. اول حاجة دي بوب. شالت اخر عنصر. بوش ضفتلي منها في الاخر. طيب shift. shift شالت اول عنصر. انا ما قلت shift بس هنا. خلاص. فهو رحل على الري الاخر واحد اللي هي فيها عالي. وشلي عالي منها. سابلي بس ومين. خلاص. طيب. طيب. لو انا قلت له. انشفت صارة. رح جاي جايلي في الاول. وحط لي صارة. اذا shift وانشفت بتشيل الاندكس زيرو. خلي بالك. shift وانشفت بتشيل لك الاندكس زيرو. خلاص. بتعدل عليه بمعنى صح. انما بوب وبوش بتعدل على الاندكس اي واحد بقى. ازاك يقول لي. بوب وبوش بتعدل لي على اي. الاندكس. برافو عليك. مين بقى باش ماندز علي? باش ماندز هيبك. ممتاز باش ماندز هيبك. والله العظيم ممتاز جدا. ايوة كده. الاندكس واحد. عايز بقى تشتغل بقى بالنقطة دي. انا ما انا الاري انت مش هتوبقى شايفها بالطريقة دي. الاري ميكون فيها عشر عناصر عشان عنصر. انت تعرف فيها كم? انت بفرض ان الاري جاي لك من باك اند. وانت متعرفش فيه كم عنصر. انت عايز تشيل اخر واحد مثلا. فانت هتقول له الاندكس دي جاي لي. ناقص واحد. تمام? انا اعتبرني انا مش شايف الاري بتاعت. اعتبرني. الاتا استراكشن المتخزنة في الممري انا معرفهاش. طب فرض ان الاري اصلا لو انا عارفها. لو انا عارف القيم اوكي. طب فرض ان القيم جايلي من مكان انا معرفوش. انا بستقبل مثلا اي باي او داتا جايلي من مثلا من اي باي خاصة كورونا مثلا. عايز اجيب الوفيات وشيل اخر عنصر مثلا. ففي الحالة دي انت بتقول له ايه? انت بتقول له اللينف ناقص واحد. حلو? ممتاز جدا. اذا احنا عارف. ما اندز احنا بنقول ناقص واحد لان الاندكس بيبدأ بزيرو. لا الاندكس بيبدأ بزيرو ايو. بس انت عندك هنا اللينس في دي تلاتة صح? لما تقول له تلاتة ناقص واحد يبقى اتنين يبقى هيشلك ده زيرو واحد اتنين هيشلك كاسين. فهمت? لا انا بقول لحقاك السبب ان احنا بنقول ناقص واحد لان الاندكس بيبدأ بزيرو ولا السبب ايو ايوة تمام تمام لان الاندكس بيبدأ بزيرو فعلا اه. طيب خلاص فهمنا البوش والبوب والشفت والانشفت. مفهومة نقطة دي مفهومة باشمان. طيب ننتقل على الحاجة تانية اسمها الريفيرس. ننتقل على الحاجة تانية اسمها الريفيرس. طيب. طيب يعني ايه ريفيرس باشمان بس? ريفيرس. ريفيرس من اسمها يعني بتعملك عملية اه عكس الترتيب. عكس الترتيب على ايه? على القيم بالزبط. يعني انا مسلا لو جيت هنا وقلت له خلي بالك انت عندك هنا اخر الري سارة سيف مينة صح? صح. طب لو انا جيت مسلا هنا. قلت له اه كونست او مسلا فار. ماي. اه. مسلا. ماي نمبرز مسلا. ماي نمبرز. نمبرز. خينا بس ناخد النمبرز عشان بس ايه? اقول لك. اه وليكن خينا نحط مسلا هنا واحد. اه. ستة. خمسة. عشرة. اه. اه. اتنين. عشرة. اتنين. احداشر. تلاتة. اربعة. اوكي? ممتاز. انا عندي مسلا الارقام ديت واحد خمسة ستة عشرة اتنين احداشر تلاتة اربعة. اوكي. لو انا جيت هنا وقلت له. والله يعمل لي. اه. قلت له مسلا. لو قلت له. دوت لج. دوت لج. دوت لج. ماي. نمبرز. ماي نمبرز مسلا. خانوا يزود حرف الاس عشان يبقى. الكواليفيشن. نيم يبقى متناسق مع الشغل بتاعنا. طلع لي الاري بتاعتي زي ما انا كتبها بالزبط. واحد. ستة خمسة عشرة اتنين. صح? صح. لو انا جيت هنا جيت هنا هو. ويقلت له. ويقلت له. ماي نمبرز. ركز معي. دوت. ري فيرس. دوت ري فيرس. اوكي? لو جيت قلت له ماي نمبرز. دوت ري فيرس. ركز معي. الله يرضى عليك. خلاص? قلت له ماي نمبرز. دوت ري فيرس. ما بلاش الشهد. ناخد راحة عشان نصلي لعيشة. العيشة دي في مصر طبعا صح? طيب انا مش مهندس عمر حاضر عينالي اتنين بس يديني بس خمس زايا خلص فيهم الري فيرس. خلاص? ويعني بقى يقدي على العيشة بالضبط يعني على الاقامة ازان ازان ولا الاقامة بس يلي اه. لا الاقامة اشتغلت انا مش مهندس. طب خلاص نوقف لحد ريفيرس كده عشر دقائق يا شباب. للصلاة. وترجعوا لي تاني ان شاء الله. اللي عنده اي سؤال من الاخوة اللي عندهم فرق التوقيت يقدر ايه? يكلمني اللي وقت حالق. طيب بسم الله. احنا كنا وقفنا عند ايه? عند الري فيرس. اوكي? والري فيرس دي يا شباب انا ما عملت الري فيرس. الري فيرس بتأثر لك على ترتيب الارقام هنا. عفوا بتعكس لك الارقام هنا. يعني بتعكس ترتيبهم. يعني هي بدقة من واحد ستة خمسة بتعكس لك عليهم. والأفكت ده بيعمل افكت على الري نفسية. يعني انت لو جيت قلت له. خلاص قلت له خلاص هيجيب لك الارقام معكوسة اربعة تلاتة حداشر اتنين وخلاص الري سبتت على كده. يعني انت حتى لو جيت نديت الري دي في اي مكان فهي هترجع لك بالمعكوس. مش بالاساسي. ليه? لان الريفيرس اثر عليها خلاص. يعني عمل لك عليها. فهمني او يعني عمل assign على الري نفسي. فراح جايش هيجلك الارقام دي. وحتما كان هنفس الارقام بس بالعكس بقى. طيب ممتاز. ده الريفيرس. ايه تاني عندي? خلينا قبل ما ناخد السورت بالمرة معها بقى ناخد السورت. تمام? ناخد السورت وبعدين ناخد الجوين وناخد الحاجات البي. طيب. السورت بتعمل ايه? لو انا جيت قلت له ماي. خلينا بس اعمل لو جيت عملت كومنت للريفيرس كده. اعملت كنترول اس. هي رجعت تاني زي ما كانت. انا بلاش انش عايز الريفيرس خلينا اقول له مثلا ماي. نامبرز. نامبرز دوت سورت. واجي اعمل كده. ايه اللي حصل? واحد من الناس بها يفتح المايك ويناقشني. انا احب تفكير باشوان زي هيا بها. هان.混 Leaving معلوم بواحد والثاني. ها. طب ازاي هو ايجاب لي هنا واحد احد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. شمعنى الاركام دي ترتب. يعمل ترتيب. ويعمل ترتيب. ويعمل ترتيب بس بيزد اون وارس. يعني هو بعمل بيزد على ايه? على اول خانة. اول خانة. اول خانة. اخد الواحد وبعد كده واحد زيرو واحد واحد وبعد كده اتنين ترتيب خمسة ستة. بص شباب. هو يعني ها الناس جابتها تفكير منطقي شوية. مفيش مشاكل ماشي. ده من الناحية النظرية. بس هو بيعمل ترتيب من ناحية الاسكي. كود تقريبا. خلاص. وبيجيب الواحد الاول. واي حاجة تبدأ بواحد يجيبها الاول. بعد كده بيخلص منها بيجيب لك اي حاجة بتبدأ باتنات. وبعدين بيجيب لك اي حاجة بتبدأ بتلاتات. بعدين بيجيب لك اي حاجة بتبدأ باربعات. يعني بيجيب لك كل الوحاية بعد بعض. خلاص? ويجيب لك كل اتنات بعد بعض. خلاص? وكل التلاتات وهكذا 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 ده وليه. اوكي? طيب ده بالنسبة للسورت. بس هل ده منطقي? يعني بالعقل كده ده منطقي? طيب. المال ازاي? هو قال لك والله عشان تعمل سورت بقى بالطريقة دي. انا خياني بس اعمل كده. خياني لو عشان اعمل سورت بالطريقة دي فانت ممكن تقول له. وبتدي لها ايه? وبتدي لها فانكشن. الفانكشن دي بتكون عبارة عن ايه? انت بتقول له مسلا فانكشن. بلاش ندي لها اسم طالما الفانكشن يعني انت مسلا ممكن اه بلاش ندي لها اسم. الفانكشن دي بتبقى بتاخد اتنين براميترز. البرامتر اول مسلا هنسميه باي? والتنين هنسميه باي? وبعدين نفتح الكير لبراكتز ونقول له رجع لي ريتيرن. 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 لو كانت الايه? تمام? كانت الايه ايه? نقص البي. بعدين خياني نقول له. كونسول. لوت لوج. ايه اللي حصل? عملي واحد اتنين تلاتة اربعة. صح? خلاص زبط طيب. مزبوط? تمام تمام. مزبوط طيب تعال كده نقول له نقول له البي نقص الايه? نشوف شو اللي هيحصل. بي نقص الايه? ايوة مزبوط. اذا هو هو هنا تحكم لي في عملية في عملية ايه? في عملية الترتيب. بناء على ازا كان الرقم الاول نقص التاني او التاني نقص الاول. بيرجع لك او فولس. تمام? اوكي? لو كان لو ده ناقص ده برجع لك. لو كان بحطه في الاول. لو كان فولس بحطه فين? اه عفوا لو كان بحطه في الاول ولو كان فولس بحطه في الاخر. خلاص? ده كان انت عايز لو ترتيب تصعودي او ترتيب تنازلي. ده بالنسبة. طبعا في الاكمل سكريبت سكس في حاجة اسهل من دي. خلاص? اه يعني. هتعرفوها ان شاء الله فوقتها. مش عايزين احنا نسقل عليكم بالفنكشنز الكتير دي. اه هضيف بقى بعض الحاجات اللي موجودة عندي. في عندي هنا جوين. في عندي اه سبيلايس. وعندي جوين وعندي انديكس. اللي احنا شفناهم في الدوكمنت. خليني اشوف يعني اه اول حاجة. سبلايس. لو انا جيت هنا اقول له number. my numbers. او خلينا الغي بقى my numbers دي خالص. واشتغل على my friends. هقول له هنا console. dot log. my friends. my friends. اوكي. طلع لي my friend is here. لو انا جيت هنا اقول له والله انا عايز مسلا اشيل الانديكس. عايز اشيل مسلا. هيشيل لي من اول فين? هيشيل لي من اول سيف مسلا. فسيف ده بيقع في الانديكس رقم كام? زيرو واحد صح? فانا هقول له اشيل لي واحد. بدأت من واحد. عايز تشيل كم عنصر اهاز اشيل عنصر واحد بس. تمام? فهو كده اشلك عنصر واحد. طب تاعك نعمل console. log my friends. ايه لا هيحصل? طي اشلك مين? شلك سيف. طب انا عايز اشيل سيف ومينة. ففي الحالة دي انت هتقول له ايه? انت هتقول له ايه? واحد واثنين. يعني شل عنصرين اتنين بداية من العنصر. اشلك ايه? شلك سيف ومينة. فهمتوا? يعني انا بس بس باشيل عنصر واحد. لا انا ممكن اشيل عنصرين تلاتة اربعة خمسة. يبقى ازلا بتاخد start index. او start بيبدأ من وين? والكومة دي او العنصر التاني بياخد how many elements you want to remove from array. خلاص? عايز كم عنصر تشيلوا من الري. واضحة يا شباب النقطة دي? هات هنا واضحة. طيب واضحة. ماشي. اللي عنده اي سؤال يبقى يسألوه. يسألوه ما فيش مشاكل. طيب ده بالنسبة لي. طيب ندخل على اللي بعديها. join join. ايوة. لو انا جيت هنا. انا عندي هنا موجود عندي هنا سارة ومينة صح? لو انا جيت قلت له. اه console console dot log. اوكي? friends my friends. اوكي? بس dot join dot join. dot join. وحط لي والله يا سيدي. الشرطة دي. اللي حصل? جاب لك سارة. حوالها لك لسترينج مش قريه بقى. لسترينج وحطي لك بين كل واحد وواحدة شرطة دي. طيب لو انا قلت له ايه? خد لي مسافة واكتبي. اكتب لي مسلا سارة مسلا love. ما بقلاش كلمة love بعشان مش هدي يفتكر حاجة وحشة. هنقول له مسلا سارة اه از فرينج كتبته سارة از فرينج مينة? اوكي? اذا انا عرفت عملت لشي معين. هل انا ضفت ده في الاري? انا ما ضفتهش في الاري. بس انا عملت عملية اكستراكت ده الاري خليتها خلاص? وجيت في النص ضفت عملت جوين لدي بينهم. طب لو انا مسلا جيت هنا بلاش بقى خلينا نشيل دي خالص. اوكي? لو جيت هنا خلينا نقول له مسلا كونسول. اروح عالنمبرز بقى فاكرين النمبرز بتاعتنا نقول له نمبرز. اعفوا. ماي نمبرز. اوكي? ونقول له ضط جوين. جوين. ونقول له مسلا والله هعمل لي جوين بالشرطة شرطة مسلا كده. هتلاقي يجاب لك يجاب لك بمن كل واحد شرطة شرطة بالطريقة دي. تمام? دي بالنسبة لي جوين. طيب ممتاز جدا. طيب انا كده عرفت خلاص الجوين بتعمل ايه? طب عندي اخر حاجة اللي هي ايه? بتطلع لك الاندكس بقى الاندكس لهو مكان الاندكس. انا عايز اعرف مسلا مكان اه مين ده رقم الكاملة. او بتقول له console.log. طلع لي الاندكس of my friends. dot index of of mien. اف مينة مسلا. اهو. طلع لي الاندكس بتعمينة. قال لك ايه? قال لك واحد. شايف? قال لك واحد او. طب لو انا كتبت اي حاجة مسلا. بلاش كتبت اي حاجة. طلع لك ايه? طلع لك مينس واحد. مينس واحد ده معناته انه مفيش قيم. مفيش انصر بالقيمة دي. فهميني? مفيش اندكس الانصر. دي البوينتر مش لقيه. فطلع لك بره الاري. قال لك مينس واحد. طب لو جيت قلت له مسلا سارة. طلع لك مينس واحد. ليه بقى احد يقدر قول لي ليه? طلع لك معين سارة موجودة. هم? في حارة وزايد. لا. صح. ممتاز جدا. ما شمال دي سهب. كابتال اصمون انا عندي كيس سنسيتف. سارة دي مش زي سارة اللي جوه. المال ايه? سارة اس كابتال و دي اس سمون. خلاص. ممتاز جدا. اي في اي حاجة مش مفهومة في الحاجات اللي فوق دي? الفانكشنز اللي احنا اخدناها. في فانكشنز تانية موجودة بس هتستعملوها في زي فور ايتش زي فلتر زي سورت. اه زي الله ما اصلا على نبي ايه تاني? زي ماب. في حاجات كتير جدا موجودة يعني مش على سبيل المثال الحاجات دي هتلاح الحصر يعني. طيب نرجع لليتر الاري. فاكرين الاري اللي احنا كنا بندها كي وفاليو. هي دي. فاكرينها. لأسوشياتي باري. افوا. دي. اه فاكرينها. ده بقى ما ينفعش بقى تقول له مسلا ماي اري. ماي. لو جيت قلت له مسلا. دوت لوج. ماي اري. ماي اري. 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 اوكي. دوت مسلا. وليكن دوت لينث. ركز معي بقى الله يرضى عليك. لو جيت قلت له دوت لينث. ايه اللي طلع شباب? هتقول لي ليه باش مهندس معين هي المفروض يبقى فيها ايه? يبقى فيها اتنين. انا حتطلها اتنين. هتطلها كي. كي اف نيم وكي لاص نيم يعني فيها عنصرين فيها السيد وفيها محمد. مش المفروض ان اللينث بتاعها ده. اللينث ده يطلع لي باتنين. مفروض يطلع لي باتنين صح? اه مفروض يطلع لي باتنين. صح ولا مش صح? انا خينا خينا اطبعها. اطبعها مي ار ري. طلعت لي المي ار ري عفاها كي وفاليو. كي وفاليو. تمام? مزبوط. ليه طلعت لي صفر بقى? ليه طلعت الصفر? ليه اللينث بتاعها طلع صفر مطلعش اتنين? حتقدر وقل لي? عشان ايه ابتم اخترش اندكس? مفياش اندكس? لا. ملهاش لينث يا شباب انا قلتلكم الاسوشياتف ار ري ما فيش اي حاجة بتشتغل عليها من العناصر اللي فوق دي. تمام? طب لو انا جيت هنا قلت له console. log my array of zero. طلع لك بايه? يبقى undefined. ليه بقى? لان هي ما مفيش حاجة مفيش اندكس فيها هي ما بتعتمدش على الاندكس في الشغل بتاعها. فاهمني? هتقول لي باش ماني ازا انت كنت جت في الاول وقلت له my array of zero بتساو محمد لانه اخد الزير واعتبرها key. ركز. انت لو جيت هنا هون وقلت له. بلاش الفيرس تنم وقلت له zero. فهو اعتبر الزيرو دي key. فاهمني? اعتبر الزيرو key. وبناء عليه قال لك ايه? عفوا اعتبر الزيرو دي اندكس. اندكس. انا حطها. فهو عمل لك combine لو لاحظت عمل لك combine ما بين الاسوشياتف ار ري وما بين الار ري العادي. قال لك حطت لك دي واحد دي محمد ودي ال last name. فقال لك وجيت هنا لما جينا قلنا اللينث طريع لك كام طريع لك واحد. وقلنا له طليع لك اوفي زيرو طالع لك محمد. فهمني? انما لو انت رجعتها تاني. لو انت رجعتها تاني. للكي والفاليو. فهو اتقال لك لا بقى طالما انت استخدمت هالي كاسوشياتف ار ري بالكي والفاليو مستحيل بقى يبقى لها اندكس. ومستحيل يبقى لها الاندكس. طب لو انا عايز اطلع. لو انا جيت هنا قلت له. جيت هنا قلت له. كررت دي. نفسيها مسلا. وقلت له. خينا اكرر ده كده مسلا. ونقول له والله الفاميلي نيم مسلا. الفاميلي نيم. فاميلي نيم مسلا. ونسميه مسلا. آآ ياسين مسلا. ياسين على سبيل المسال. خلاص? اه 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 هنا نسينا هنا الكوزة. تمام? هنا المفروض طلع لي تلات حاجة. تلات حاجات. الفيرست نيم واللست نيم والفاميلي. يا سي. طب لو انا جيت انا عايز بقى اطباعهم. مش عايز اطباعهم كده. انا عايز اطباعهم تحت بعض بقى. احنا كنا بنستخدم يا شباب لما منجي نطبع اي حاجة كنا بنستخدم الفورلوب صح? كنا بنستخدم ايه? الفور لوب. تمام? والفورلوب دي بتاخد خل في حاجة اسمها الاي ترشن. الاي ترشن. اوكي. اي ترشن يعني يعني التكرار. طيب. لو انا جيت قلت له واحد كده قل لي اعرف لي الفورلوب بالناس الاخرية الفورلوب بشماني زي احمد. عرف لي الفورلوب. اي هي الفورلوب? بعملها ازاي? بكتب فور. طب سواني نشوف معلش يا بشماني سانة ما نشوف اللي بيسأل سؤال. تفضل اسأل يا حبيبي. يعني من ابنيها. سؤالك مش وصلني يا بشا كويس. سؤالك ابطع معي. معلش. غيره تاني. كيف اميز بين الاري العادية الاندكس والاري الكي? اه اصدق الاسشيتي في الاري. بص بشا الاري لو ملهاش يبقى اسشيتي في الاري. فهمني? الاري لو هي لو هي ما تقدرش تستخدم معايا مسلا تقولوا ممكن تقولوا ماي الاري ضد مثلا ضد بوب. دي. ها هل اثر عليها? هل اثر على ماي الاري ما اثرش عليها? لا لا ما اثرش. ما طلعش عليها. التلات قيم ما وجدين اهول. ما تقدر تستخدم معاها لا بوب ولا بوش ولا جوينة الكلام ده كله خالص. فهمني? طيب. اه هتستخدمها في ايه? في حالات شازة جدا هتستخدم الاري. تمام? حالات شازة جدا جدا. مش على طول مش هتستخدمها بكسرة يعني لا بس انا كان وجب التنويه عليها. كان وجب اعمل لك بس بوينت عليها بس. عشان لما تقابلك قدام تقول اه انا انا قابل لي النوع ده من الاري. مش ترجع تقرأ عنها تاني ويبقى فيه عندك اختلاف لا. وبأنت كده عارف ان فيه نوعين من الاري. نوع الاري ونوع الاسوشياتف الاري. الاسوشياتف الاري ببقى بكي وفاليو. اوكي? والعادي ببقى بالاندكس بقى بتستخدم عليك. اني اللي بيستخدم بكسرة 98 في المية 95 في المية بيستخدموا الاري العادية اللي احنا اشتغلنا عليها دي وديناها حظ او نصيب كبير جدا من الشغل معاني. خلاص لحد هنا? طيب. اه باش موندف احمد اه اه او عبدالرحمن. يلا جاوب لي على الفورلوب كده او سعيدني في الفورلوب لو سمحت. تماما نكتب فور مسلا ونعرف بتغير. فور وبعدين. فور اكس مسلا بتساوي زيرو. فور اكس بتساوي زيرو. هم? وهنقول اكس اقل من ماي اقري ماي اقص واحد. اكس اقل من الاري مسلا ماي فرينز. دوت لينث. صح? ايوة. وايكس بلاس بلاس واحد. يعني. وايكس بلاس بلاس. صح? بحين قوله ايه? كنسول. لوت لوج. لوت لوج ايه? ماي فرينز. وفي ايه? وفي الاكس. صح? اه تمام. ممتاز جدا يا باش. زي الفور. ايه اللي حصل? طلالة هنا صارة ليه? اهلا ان احنا عملنا فوق. طب خلنا بس نحزف كل اللي احنا كنا عملنا على صارة فوق كده. على الري. اللي بتاعة ماي اندكس. خلنا طلع فوق كده خلص. خلنا نشيل كل الحاجات دي كده. نعمل لها. نعمل كده. تمام. خلينا برضو نعمل لها. كده. طيب طريقة لي كام? طريقة لي علي وسيف. قال لا. طب ياسين راح فين? انت كده اكلت ياسين. لا بقى انا عايزك اطلال ياسين عشان كده هنزعل من بعض. اقل اقل من انت ناقص واحد. والله انا عملتها. يساوي يساوي يساوي. عملتها اقل من او يساوي? طب انت انت ليه بتلف لفة طويلة كده يعني معلش يعني. ليه اللفة الطويلة دي? او يشيل لها اصفحت. طيب. ماشي. بص يا سيدي. صلى على النبي. صلى على النبي. اول حاجة تعال اول اعمل كومنت لبتاعتك دي. بس نفهم الاول الفور بتشتغل ازاي? في حد مش فاهم الفور في الناس اللي موجودة اللي مش فاهم ما يرفع ايده. معلش. انا اسف. اللي مش فاهم الفور يرفع ايده. ماشي. تمام? طيب. خلوني ارجع اعمل نوتس جديدة. ونبدأ بالطريقة البداية بتاعتنا الفور. بسم الله. سوري. الفور. الفور دي انا بستخدمها في التكرار. في يعني. التكرار. يعني ايه التكرار? يعني بعمل حاجة اسمها لوب. لوب يعني ايه? يعني بعمل دايرة كده. ببدأ اكرر كل الاكواد اللي موجودة دي. خلاص? طب بطلع من الدايرة امتى? ما انا كده ممكن اتسبب فيروس بقى. بطلع في الدايرة لما الشرط بتاعي لما الكوندشن. يتحقق. تمام? يبقى فالد. طول ما هو ان فالد الايه? الدايرة هتبقى انت في الدايرة. معظم الناس اللي بتعمل فيروس عشان تعمل للكمبيوتر. يستخدموا الفور لوبز. تمام? ويأكسوا الكوندشن بتاعهم. يخلوا الكوندشن بتاعهم انفالد. او انفالد عمفون. انفالد. تمام? عشان يبقى في ايه? في حاجة اسمها ايه? يدخل في حاجة اسمها انفينت لوب. دخل في ايه? في لوب متكرر او يعني متكرر بمعنى صح. او غير او غير متناهي. فهمني? طيب احنا بنبدأ ان احنا نستخدم الفور لوب ازاي? بص اسمها. اول حاجة اول شيء انت بتكتب كلمة ايه? بتكتب كلمة فور. تمام? بتكتب كلمة فور. بتعمل فور. همزح بس الحاجة دي. نعمل واحدة تانية. خانا اقول له بتكتب فور. فور. وبتفتح كوس. هنا اول حاجة هنا بتحط ايه? بتحط الانشيال. الانشيال. الانشيال اكسيبريشن. اوكي? يعني ايه? في العادة انت بيكون. طيب وبعديها انا بتحط بتاعك. كونديشن. طيب وبعديها بتحط بتاعك. اوكي? الانكريمنت اكسيبريشن. اللي هو ده اللي هو نفس ده. بس بتزود عليه. بتزود عليه كده. وبعدين بتحط بتاعتك. دي امتة? 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 امتة بقى? ما نقفل المايك بقى الناس اللي عندها صوت. كده هنقصر على الموقعين. طيب. امتة? امتة الفور لوب دي بطلع منها. بعمل اوت. بطلع منها. او لما لما الكنديشن ده يبدأ انه يكون طول ما هو بتحقق. هيفضل ينفذ ده. ازا ما اتحقق او ايه? خلاص الكنديشن ده اصبح غير قبل التحقيق. فهو هيطلع منها. خلاص? طيب. خلينا ناخد دي جزء عملي. بس انت فهمت بتاعها اول حاجة انا بقوله معها. سمي المثال مثلا هقوله فور. انت اعفوا اا لت او فار. فار اكس ايكوال زيرو. عادة بيبدأ من زيرو. اوكي دي الانيشيال اكسيبراشن او انيشيال فالو. وبتقولي الاكس بقى لها الاكس دي بتكون اقل من خلاص بتستخدم بقى اقل من او اكبر من او يساوي او اكبر من او يساوي خلاص وبتحط الكنديشن بتاعك وبتقول اكس بلاس بلاس او اكس ماينس ماينس لو انت عاكس الكنديشن بتاعك خلاص? وبعدين بتقفل القوس بتاعك بتفتح بتوعك خلاص? وبتحط الستيتمنت بتاعتك سواء print out. print out. او سواء حاجة هتنفذ عليه. طيب. العفوة نقولي الستيتمنت اللي قدامكم ده او الشكل ده. واضح للاخ ياسين? والله شديد او او. الف شكرة يا حمدسي. ماشي. ندخل بقى على الجزء العملي بتاعنا. يكفي شغل نظري. ندخل على الشغل العملي. انا هيا خلينا اكتب هنا اقول له var x. var x equal zero. والاكس اقل من طول ما هي طول ما الاكس دي طول ما الاكس اقل من my friends dot length. طول ما هي اقل من dot length. اعمل ايه? زود لي الانكليمنت بتاعي. زود لي الكونتر بتاعي. خلاص? طيب زوده بواحد. يعني اذا هو بعد ما ينفذ الشرط هيزوده بواحد وبينها هيرجع تاني. هتعمل ايه? هقول له console dot look a. يطبع لي my friends. او في الاي? او في الاي? ما هتفرقش. خلاص? طيب. في هنا احنا نسينا حاجة. او اكس بلاس بلاس. اه في هنا عفوا ان ديت مش مش كومة. بي سيمي كونون. طيب ممتاز جدا نفهمها بقى واحد واحد. انتو استخدمتوا ال my lens ناقص واحد او ال my friends dot length ناقص واحد. طيب ليه انا استخدم ناقص واحد? هي ودنك من وين يا جوحة? طيب ليه استخدم ناقص واحد? ما هو انا بقول له طول ما الايكس اقل من my friends. طول ما الايكس اقل من my friends dot length. اصلا اللينس بتاعها كم? اللينس بتاعها تلاتة. صح وانا مش صح? فهو انا انا بدء من زيده فهو هيجي وشوف. اول حاجة هيخلي الاكس بزيرو. وبعدين هل الاكس? هل الاكس? اقل من اللينس بتاع الفرندس? true. طيب بعد ما تشتغل بعد ما تطبق ده زود للاكس. تمام? خانا اجيب دي كده شوي. بعد ما تزود طبق لي الايه? اه عفوا زود لي زود لي الاكس. زود لي الاكس. فهو هيجي اطبق ده. الاكس بكام? بزيرو. اوكي? فراح جاي طبع اول واحد عليه. وبعدين زود لي اصبحت بواحد. لي اصبحت بكام? بواحد. طيب. هل الواحد اقل من اللينس? اللينس اصلا كام? خلينا نجي كده هو. اللينس اصلا بتلاتة. اوكي? اللينس بتلاتة. هل الواحد? هل الواحد? اقل من التلاتة? ايوة. طيب. بعد ما تنفس دي زود لي دي. خليها لي باتنين. فيحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي زود للاتنين خليها لي تلاتة او زود للاكس خليها لي تلاتة هل التلاتة اقل من التلاتة لأ فطلع لك بره اللوب فخلاص خلاص اللوب بتاعتك. شايفين الكمبيلر بيعمل ايه او بيقرأ الكود ازاي? فهمت انتو النقطة دي? او لا متمتعش? اه فهم ده رأس. طيب حلو الكلام. انا كان واجب ان انا مش ببطل في النقطة دي. طيب انا كده استخدم الموضوع ده على ال associative array. انا عندي associative array زي دي كده. اوكي. خلينا اشيل كل اللوكس ده بتاعها. او خلينا اشيل بس واحدة بس منها. اوكي. وعايز اطبعها بقى. عايز اطبع بقى زي دي كده. عايز اطبعها زي دي. فقال لك. قال لك بص يا عام انت ما بتستخدمش معها الفور لوب. ما اللي بنستخدم معها ايه? لأ قال لك لأ انت بتستخدم معها الفور. حاجة اسمها فور ان. الفور ان دي باش موان لسه. اهي. هنيجي هنا. ونقول له ايه? هنقول له كونسول. ونقول له. الشياتي. هنا بنعمل ايه? هنقول له والله. ايه? فور. بص مش فور اتش بقى. شاف عندك ايه? عندك فور. فور اتش. فور ان. لا انا عايز فور ان. شاف? اول ما استخدمتها الجاهز قال لك ايه? قال لك الكي والاوبجيكت. الكي عندي هين? الكي عندي اللي هو ايه? خليл زي ما هو ما فيش مشاكل. خليREE كونست كي. والاوبجيكت عندي اللي هي الايه? المايا. صح او انا مش صح. طيب. بعدين سيبونا من دي بقى يا شباب سيبونا من دي هقول له كونسول كونسول دوتلوج الايه الماي اري اوفي الايه ها اوفي الايه هالله يا شباب اوفي الكي ايوا كده انا عايز يا جماعة قلتلكم عايز حد كده يزاولني في المايك اللي ظهر ظهر عندي محمد السيد ياسيم تمام وضحت طب هل ينفع عندنا اطبع الكي وانا جيت كده وقلت له والله اطبع للكي كده بس هل ينفع اطبع الكي? ما ينفعش. ها? ليه ما ينفعش ليه ما ينفعش ليه يعني ممكن اضم الاتنين على بعض كده هون والكي ممكن اقول له هنا كي. كي وخد سبيس. ايه اللي حصل? طبعهم انا مش طبعهم كي انك التعاملها في جدولة ايه. صح? صح. طيب كلام جميل جدا وممتاز وخلاص احنا عرفنا بقى الانواع الاري عرفنا الميثودز عرفنا ان احنا نعمل اللوب عليها بطريقة كويس ازاي في الممري والتعامل معها بيكون ازاي? خلاص? طيب. هدخل على حاجة مهمة بقى اللي هي ال 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 ديت. هدخل على حاجة مهمة اللي هي ال ديت. خلويني بقى اعمل كومنت لكل اللي فوق ده. ندخل على حاجة هنا ونقول ال ال ديت. السيشن هتبقى طويلة. اللي يجي يزاكر يزاكر يبقى عارف هو بيزاكر ازاي? تمام? انا بسجل كله ورا بعضه. خلاص? فاللي يبقى بيزاكر ما يبقى عارف هو بيراجع السيشن ازاي? طيب. ال ديت. اوكي? طب خلويني ما استخدمش الكونسول ده. خلويني استخدم الكونسول دايريكت انا في الكونسول هنا هو. خلويني قوله مسلا آآ فار. ماي ديت ايكول ايه? ايكول نيو ديت. طيب. اهو ايه اللي ظهر? ظهر لي اندفايند. نقول له كونسول. كونسول. كونسول دوت لوج. ونقول له الماي ديت. ايوان. ماي ديت. طلع لي التاريخ بتاعي. فريدي مارش فايف بثويني وان. الساعة عشرة. واربع دقائق. تسعة خمسين ثانية. بتوقيت الخليج. تمام? طيب. ممتاز جدا. انا مش فاهم الا حصلي. انا مش فاهم انت عملت ايه باش مهندس. بصة شباب. عشان بس ابقى متفق معكم ونبقى احنا ماشييني بهدوء خالص. الديت. الديت اللي انتم شايفينه قدامكم. ده. اوكي. خلاص ده. او خيرا الاول ارسم لكم الديت بتكون من ايه? احنا عندنا عندنا الدي خيرا اعمل جدول. اوكي. الطريقة دي كده. هنا ارسم الخطوط. نقول هنا الدي. نقول هنا المنطف. نقول هنا الاورز. ونقول هنا المنطف. نقول هنا السكنز. طيب. اللي انت عامله ده. بص يا سيدي. الدي بيبدأ من زيرو الى كام? الى ستة سخير امسح دي. عشان بس نسيب مكان شوي. بيبدأ من زيرو. الى ستة. اوكي. والمنطف بيبدأ من كام? من زيرو. واحد وثلاثين. يا راجل. احداشر. طيب والاورز في حاجة هنا انا ننسيتها. اخينا احزبتي برضو. ونضيت. ديت. نقول هنا الاورز. طيب. والديت بيبدأ من كام? بيبدأ من واحد الى واحد ثلاثين. والاورز بيبدأ من صفر الى تلاتة وعشرين. والمنطف بتبدأ من صفر الى تسعة وخمسين. ودية نفس الات برضو من صفر الى تسعة وخمسين. مزبوط مزبوط. بس ايه زيرو ايه ستة ايه زيرو ايه احد وعشر. طيب احنا فهمنا. يعني مسلا لو اه واحد في الشهر يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة لحد واحد ثلاثين. دي ايام الشهر. فهمني? دي الايه? اه منف. خلاص? يعني كم في الشهر واحد في الشهر اتنين في الشهر تلاتة في الشهر. ودي عارفينها طبعا كلنا عارفينها الساعات. خلاص? يعني الساعة الصفر اللي هي كامل. اللي هي اتناشر بالليل. اللي هي اتناشر اي ام. اه اي ام. اللي هي صفر. تلاتة وعشرين. اللي هي احداشر عفوا. اللي احداشر اي ام. صوت يا جماعة الله يرضى عليكم. يعني حرام يعني والله. طيب. يعني المفروض انا جاي وبافهم حاجة يعني المفروض اكون بعيد عن اي مكان ضوضاء بالنسبة لي. طيب. امال ايه 06011 عارفنا ان الساعات بتبدأ من صفر والدقايي بتبدأ من صفر تسعة وخمسين ومن صفر تسعة لخمسين. يعني دي السانية رقم واحد ودي السانية رقم واحد. ودي السانية رقم ستين ودي السانية رقم ستين. اوكي? خلاص? خليكوا بس ايه فاهمين النقطة دي طيب ايه الجافة سكرت بتبدأ بتظهرها كده طب مال ايه زيرو سيكتر زيرو دي اللي هي سندي انا اكتبها بالاحمر سندي سندي ودية اللي هي ساتر دي برف عليك ساتر دي ودية اللي هي ايه شهر جانيوري وده شهر بيساندي ايه ممتاز جدا تمام طيب دي الجافة سكريبت بتعمل للموضوع ده بتظهر لك الحاجة في الجهاز بتاعك بالطريقة اللي انت قدامك دي طيب كان المفروض ان انا افهمها عشان بس افاهم النقطة دي طيب انا عندي انا عندي بعض الميثودز اللي بنا بستخدمها في الجافة سكريبت معاقل 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 مع تجيب لك لجيت ديفرانت فورمات تقريبا جيت ديفرانت فورمات زرت على الخط طيب خلونا بقى نعمل جامب الحاجات دي كلها وننتقل للشغل بتاعنا ده انا نظامي اسلوب مختلف شفايا بس مش عارف هل هو منسب البعض ولا لا لو كان مش منسبكم يا جماعة قولولي عشان عبدل فيه يعني اوكي لو كان الاسلوب انا مش عجبكم قولولي عشان اعدل فيه خلاص مفيش فيها اي احراج والله العظيم عادي بالنسبة لي والله انا هم حاجة طريقة لاتقيمكم انتو عشان المعلومة توصلكم صح طيب انا نبدأ بالديت اه هنا انا خلينا استخدم هنا الكونسل افضل اه قلنا انا هنا ما جيت قلت له كونسل دوتلوج ماينيم طلع لي فرايدي مارس خمسة مارس الكلام ده كله وانا جيت قلت له طب طعا بقى نطلع بقى نقول له ماي ديت كونسل دوتلوج او نقول له مسلا ماي ديت ديت شوف بقى طلع لك ايه طلع لك خمسة هو فعلا يوم الخمسة صح احنا في خمسة الشهر تمام ممتاز طب لو قلت له ماي ديت دوت جيت منث بقى جيت منث ركز بقى في الحتة دي قلت له جيت منث ايه اتنين طلع لك كم طلع لك اتنين صح احنا في شهر ثلاثة واحنا مش في شهر ثلاثة ليه طلع لاتنين عشان يبدل عد من زيره ممتاز جدا لا لا يا رجل مين الله يرضى عليك مين يقول انديكس ده لا يا رجل انت كده لا اهدى شوية كده الله يرضى عليك خلاص ما ما اتدخلناش هو انا معاك انها ريبريزنت كاري والكلام ده كله بس يعني ما اتدخلهاش كده اوكي اه اذا الجدول اللي انا عملتوا ده ساعدكم صح ساعدكم انتوا تفهموا الموضوع مزبوط طيب مزبوط جدا طيب خلانا ندخل ندخل على حاجة تاني قوله حاجة تانية كمان اه ضط ميدات اه سوري ميدات ضط جيت جيت مثلا خلانا قوله جتير جتير وجيت عملت كده ايه اللي حصل ظهر المية مية واحد وعشرين شمعنا مية واحد وعشرين هاد يدولي انا في السنة المية واحد وعشرين يعني ما ليه ابتدى جافا سكريب هو بصبع هو هنا بقى انا نسيت اضيف لكم حاجة بقى في الاخر خالص انا حسيت انها ملهاش لازمة يعني حاجة اسمها اليير اليير يا شباب بيبدأ من الف وتسعمائة لحد ما احنا موجودين اكي تمنى اول كده الف وتسعمائة صفر لحد ما احنا موجودين تمام كده خلاص فالف تسعمائة دي البداية خالص دية البداية طيب طب انا 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 بقى مش ما يهمنيش النقطة دي انا عايز بقى طلع اليير بتاعي كله يعني عايز سنة انا سنة الفين اتنين وعالفين واحد وعشرين ففي الحالة دي قال لك لأ جيت فول يير افضل استخدم الفول يير يير طليع لك كام الفين واحد وعشرين خلاص طب انت ممكن تقول له جيت فول اه عفوا ماي ديت ضد جيت جيت بدل ممكن نقول له ساكنس حاطل الساكنس بتاعتي دلوقتي حالا جابلك السانية تسعة وخمسين ده مديت طبعا مديت اللي انت فيه من اللي انت من اللي انت عملته كونست انت حجزته يعني هو لسه موجود وخلي بالك التاريخ ده لا التاريخ بتاع الكلينت نفسه تاريخ جهازي انا مش جهازك انت ولا جهازي سيرفر ركز بقى في النقطة دي التاريخ دايما بيظهر بناء على تاريخ الشخص نفسه تاريخ الجهاز نفسه اللي الكلينت بيعمل رن البروجرام من عليه طيب طيب احنا عرفنا جيت اوكي في عندي اه حاجة تانية اسمها سيت بقى تمام في عندي حاجات تانية بس نقول له ماي ديت ماي ديت دوت جيت اه عفوا دوت ست دوت ست لو انا عايز اعمل ست ست ديت مثلا اليوم مثلا خليولي خليلي اليوم بس المدل ما هو خمسة ديت بدل اليوم هو خمسة خلولي مثلا اه عشرين تمام بدل ما اليوم بيكون خمسة يبقى كام يبقى عشرين سيبك من دي دي بيطلق لك بالملي ساكن سيبك منها لو جيت قلت له كونسول كونسول دوت لوج دوت لوج دوت لوج يا حاجة مش دوت تكون الله يرضى على ابوك اشتغل بقى ايوه ماي ديت ايه اللي طلع مركز بقى في التاريخ ده ستر دي مارس عشرين وارو شوف التاريخ فوق كان كان خمسة فوق وهنا اصبح عشرين اذا انا قدر تعدل على التاريخ ولا لا قدر تعدل عليه يبقى اذا انا استفاد من دي استفاد ان انا من خلال الميثود دي اقدر اعمل كاونت داون اقدر اعمل مثلا الاوبنينج ديت اللي تلاقي مثلا كاونت كل لك هنفتح او الانفتاح هيبقى مثلا بعد يومين بعد ثلاثة ايام كل ما تفتح الموقع يقولك بنقص يوم بنقص ساعة بنقص دي اقدر اعمل ده والله بكل سهولة دي اقدر تعمل ان شاء الله لما ناخد بعض الجهزة اللي وجودة في نقدر نقول اللي هي اسمها ايه دي في الجفاسكريبت قدام شوية مع البوم ومع الدوم هتقدر تعمل ساعة تقدر تعمل الكاونت داون لاي شيء اي حاجة قدامك بعد ثانيتين بعد ثلاثة ساونا يحصل ايه هتقدر تعمل النقطة دي خلاص فما تسعجلش ما تسعجلش احنا لوقتي بناسس فيك صح عشان تبدأ على زي ما بقولوا على اساس كويس واساس طيب تقدر من خلال تكمل حياتك ان شاء الله طيب خلاص عرفت دي طب عندي تو بقى ازا ست تقدر تستخدمها طبعا انت عندك اللي نقدر نقول الام دي ان ده ادخل بقى عليه وعدت بقى واكتشف براحتك بقى اغلط وتدرب ويعمل ودور ويكمل حياتك في الحاجات دي طيب تو بقى لو جينا قلنا ماي ديت ماي ديت دوت تو في عندك هنا دوت تو ديت سترينج تو ايزو سترينج تو لوكل ديت طريع لك ايه شايف طريع لك ستر ده عشرين موارش طب لو قلت له نفس الحكاية بس موش دي ايه اللي حصل طريع لك ده تلاتة عشرين طيب لو انا انا قلت له مش على طول طريق لي زي ما انت شايف بالطريقة دي اعمل لي convert للdate بتاعي الى نص او الى string واضح يا شباب التلات التلات methods او functions بتاعت الdate واضحين ها واضح ولا انا حاسس ان انا ان انا ضغط عليكم شوية صح حاسس ان النهاردة ضغط عليكم شوية انا دخلنا على الساعتين او بس انا حاسس انها معلومات خفيفة شوية وكويسة يعني الاري عملنا عليها السريع واضحنا بعض المعلومات البسيطة فيها اذا كنا ضحنا يعني فيها جديد تمام ودخلنا على الdate شوية عندنا طيب اه ندخل على على السريع كده وبعدين ندخل على الابجيكت او نعمل بسيط بالابجيكت فركزوا معي من الـ function طيب اه نعرف انواع الـ function بقى في عندي اكتر منه على الـ function اوكي الـ functions خدتوا الـ function طبعا لو عايز اعمل الـ function بقول الـ function اوكي لو انت عايز الـ function جاهزة بس اكتب func اوكي واختار التانية دي اللي هي دي اوكي انزل عليها كده واعمل تاب هقال لك الـ نم وحط البرامز لو انت عايز تسمي ديت مسلا my func اوكي ومعايز ما تحطش برامز ما فيش مشاكل ممكن تطبع بس يعني ممكن الـ function دي تطبع بس بتقول له console. log اصلا هلو. اوكي طيب وبتيجي تقول لها ايه? my function. وبتنادي عليها كده عشان تشتغل معاك. اشتغلتها. لان دي قلت كده مش ما هتشتغلش. اوكي تعمل لها كل بيتقول لها كده. خلاص? طبعا كلنا عارفين الـ hoisting صح او انا مش صح? ولا محدش عارف الـ hoisting. بش وان دي سهيبه عارف الـ hoisting? ها? حدا عارف الـ hoisting ولا مش عارفينه? نعم مش عارفين الـ hoisting. الـ hoisting دي يعني رفعش برافع يعني يعني برفع لي الجافا سكيبت بترفع اي حاجة بترفع الـ variables وبترفع الـ function لاول حاجة في في الفايل. يعني مسلا انا لو جيت انت عرفت الـ function دي في الاول. هنا هو. هل ده طبيعي? هل ده صح? هل ده صح? هل ده صح? هل ينفع انادع الـ function قبل الـ creation بترفعها ما ينفعش. صح كده. ففي الجافا سكريبت ينفع بقى ليه ليه انها بتعمل هويست? يعني ايه? يعني هي اول حاجة بتروح جاية رفعلك دي في الاول. خلاص? في اول الكلام يعني بداية كلام بترفع لك دي. خلاص? فانت لما بتيجي تندع عليها على طول برها جاي رايح على الـ function اللي هي بترفير للموضوع ده. خلاص? فدي اسمه هويستنج. طيب. يعني المفروض يديك عموما يعني لو انت كتبتها في الاول مفروض يديك طيب خلاص نقول له my function ده الطبيعي وطلعتين ده. طيب ده الـ function العادية literal function. اوكي? ده الـ function العادية او ندره عليها لانيه ايه? الـ literal function. طيب اه في عندي function عفوا الـ function العادية او الـ statement function يعني. طيب لو في عندي function تانية ده ما انا جيت هنا اقولته. ينفع حط الـ function جواه متغير ينفع. ينفع كده ينفع ايه. وتجي تندع لها بتقول له my function على طول. تندع لها المتغير. بس انت كده ما كده اصلا المتغير ده شايل function صح? المتغير ده شايل function. بس الـ function لازم تعمل لها cool. يعني لازم المتغير تقول له والله هي نديلة على function. فانا ده لك عليه. بس لو الـ function دي بتاخد برام مسلا قلت له اه اكس. اوكي? ياخد اكس مسلا وجيت هنا قلت له console dot log اكس. قلت له console dot log اكس. خلاص? فهو طلق لك اندفاين لو انا مش عارف اكس انت ما ما عملتش بس للقيمة هنا فانت لو جيت قلت له مسلا هلو. فهيطلق لك هلو. انك عملت بسيط البرامتر للموضوع ده. ممكن تيجي بدل ومتقول له console ممكن تقول له return بقى. بس مش مشكلة ما علينا ما علينا. باي ان كانت console او return. فيش مشاكل. يعني انت لو جيت هنا انا قلت له return اكس. return. return اكس. اوكي? بس هتطلب هتطلب من حضرتك ان انت تكتب هنا ايه? تكتب هنا console. تحط الموضوع ده جوا console. لانه هي return قيمة. هتقول له console dot log. وبتحط فيها. خلاص? فانت بتقول له اطبع لي الحاجة اللي جاية لين ده. طيب كده عارفناه. بس انت ممكن تستغنى عن الاسم بتاع ال function. ركز عشان تلاقييني انا تلاقييني سنة سنة. بقلل لك ملكوت شوي. هتلاقييني بس تغنى عن عن اسم ال function بالطريقة دي. اوكي? عادي? او عادي جدا. مفيش مشاكل. انا 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 الوقتي ما حط اسم ال function ده. هل انا محتاج الاسم ال function ده? هل انا محتاجه? مش اكيد عشان انت وضعه فيها. طب لو انا كتبت func. func one. func one. ركز بقى. func one. طريع لي ايه? func one عاصر. طريع حاجة? هاد يقدروا يقول لي ليه? نصح صاحباني هسأل الناس. محدش يجاوب. خياني نسأل الناس. الناس النايمة اللي معنا في في الموضوع ده. الاخ ياسر. ياسر حمد. لا انت اكتف معنا ياسر. خياني اخليك في جنب كده. واقل واقل اا لا اخ واقل. هم? ليه طريعي الاور ده? واقل. واقل نوت اكتف. طيب. تيم. تيم محمد ربيع? او تيمة? تيماء? ها? ها? ادخل باسمين ما شاء الله. تيم ولا تيماء ولا ايه بالظبط انا مش فهم يعني. طب الناس اللي دخل دي يا جماعة ما بتتكلمش يعني معلش يتدفعلوا معنا اا وقودكم يعني عايزيني يبقى كده وقودكم له له أثر معنا. بش موجد سا صارا? انا جاوب. بلا. انا اخد خياني اخدي الناس اللي المهن بمسومي عليها ش صوت دي. بش موجد سا صارا? نعم معاك. انا عمل اكتب اسمك في الريي وعملك عملك صوت في الشات يعني. المفروض يعني تكون اول واحدة معنا. لا. لا معاك معاك. طب ليه طلال الارور ده? انا كتبت هنا مع ان الاسم الفنكشن موجودة. ليه طلال الارور? والله شوية تلفت معي. ماشي. اوكي. نبيل? نعم معاك. ليه? ماشي ما عارف ان انت معايا. جاوب لعالسؤال. جاوب على السؤال يلا. يكون الاسم التغير هو اللي غطاها. عمل لها تغطية. ماشي. ماشي. كلام جميل. هارجع عليك تاني. حلو. جابتك كويسة. جابتك كويسة عجباني. محمد موسى. لان احنا عرفنا ماي فانشن وما عرفنا فانوانها. طلبناها اوه لا. انشاء الله ان انظر. ممتاز جدا. ممتاز جدا انت وانش نبيل. صح. الجافرسكريبت ما تعرفش حاجة عن فانك وان يا شباب. الجافرسكريبت لها الـ variable ده. انت بتتعامل مع الـ variable. الـ variable included d. يعني كيانك ات قلت عن شين دي خالص. شين دي كده. كيانك ات قلت. فار ماي فانشن بتسوي تلاتة. انت لما دي جي تقول له اه نديل على التلاتة انت ما بتنديش على قيمة. انت لقلت له console dot look 3. 3. ها عارف يعني طلع لك التلاتة. خلاص? بس التلاتة دي هو خادها كقيمة معينة. بس انت لو جيت قلت له خمسة هتبع لك برضو تلاتة. فاهمني او انا مش فاهمني? تمام? طيب. انا انا حاطت الـ function جوه جوه المتغير ده. فانا بنادي على المتغير. بنادي على المتغير. مش بنادي على الـ function. function ده انا معرفهاش. مليش علاقة به. فبنادي عليه انا ايه? انا جيت حزفت اسم الـ function فمش هيقصر ما اعرف اي حاجة خالص. تمام كده? مية مية. ممتاز جدا جدا جدا. طيب. في دي بقى بيسموها ايه بقى? اللي انا عملته ده. دي بيسموها حاجة اسمها anonymous function. هنكتب كده. مش محدث يعني مش جل الـ expectation function? لا ديη futmon timam? تبتكون جوه دي بتكون anonymous—f clinician خلاص? أي function ملهاش اسم طيب أنت أعرف anonymous–f function تمام? بيه function بقى اللي هي بتبقى أنت ممكن بقى function لاه чисلو فان like يعني ايه عم تكون بالطريقة دي بتعمل لنفسيه بتعمل فانك على ما اعتقد والله اعلم فانكشن انا بستخدمهاش والله يا شباب فانكشن فانك تقريبا والله اعلم انا مستخدمتاش قبل كده بس خانا اشوفها لكم في الام دي ان سواني نقول له سيلف انفوك فانكشن انفوك بسم الله الرحمن الرحيم هاي دي اللي بتشتغل من غير كل يا بشمانس ايوا هي اشتغل على طول اه اه انفوك سواني يا شباب بلحظة واحدة سيلف انفوك انا ما اعتقد اه في اندي سيلف انفوك طب خلين ارجع بس للجاف اسكيبت شوي كده خلط خلط خلص ان شاء الله هنتذكرها اوعى الفايل نرجع الى الفايل خلين احزبتي خالص هو بنفتح الكوس قبل كلمة فانتشن اا اا مزبوط مزبوط في العنا بس خليني بس لهذه واحدة سواني بس بسم الله الرحمن الرحيم انا بعمل قسين كده بالطريقة دي بعمل بالطريقة دي وباجي باجي جواها واكتب الفنكشن بتاعتي مثلا خياني اعمل دي كده خياني قول مثلا كونسول كونسول .log .log self invoke function تمام اهي اهي جاتلك اهي طيب اوكي اهي هي نفس الفنكشن بس بتحطها بالقسين يعني بتحطها بالقسين نفس الفنكشن بس بحطها بالقسين اوكي لو هي باراميترز مفيش مشاكل حط البراميترز انت عايزو بتتنفذ لوحدها تنفذ لوحدها ازاي مش محتاج ان انت تناديها تعمل لها كون هي دي ال تمام طيب طيب فنكشن او ازاي ان اعمل فنكشن بتريتين من فنكشن تانية الموضوع عادي خالص تقدر ان انت تعمل فنكشن بتعمل ريتين لفنكشن تانية ممكن ان انت تيجي هنا تعمل وليكن على سبيل المثال اه خلينا نعمل مثلا مي فنكشن او مثلا فنكشن هنشيل دي خالص كده اوكي ونعمل مثلا اه فنكشن اوكي خلينا نستخدم دي ونسميها مثلا اه اد اد ونقول له هنا مثلا اكس وواي ونقول له ايه اكس بلس واي اوكي طيب بعدين احنا بقى عايزين احنا نعمل اه نعمل ريتين للفنكشن دي فانت تيجي تقول له ريتين ايه ريتين اد صح وتعمل لها كولينج بقى كولينج لقينا مثلا قل له ممكن قل له هنا نعمل نعمل ونعمل نعمل 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 ثانيا نسميها ونعمل ثانيا مالتيبلاي ونقول له دي كده اوكي مزبوط يا اهل اله وهي نقول له مسلا دين تاخد نموان تاخد يا سيدي ال او برا او نقول له هنا او بي تي مسلا او بريتور او بي تي ونموان ونمتو اوكي تعال اتبع نعملوا كمديشن ضريف جدا ونقول له اف او بي بتي او بي تي او بي تي ايكول ايكول مثلا بلاس هنقول له ايه وين وندي له نموان وامتم Presents او تقريبا نموان ونموت يتوب readily طول الانكرر دي. نكررها. اوكي. اربع حاجات. دي لو كانت سابتراكت 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 ناخدها وخلاص. يعني كتب هي. كتب سابتراكت غلط. سابتراكت. ايوه. سابتراكت ودين تسميها ديفايد. اوكي. واخر حاجة اللي هي ملتبلاي. اوكي. هنقول له. اه زي ما هي مش نعمل حاجة. بس هنغير بس الابريتور هنا. لو كان ده. ولو كان ده. ولو كان علامة الناس. طيب احنا في الحالة ده هنعمل ايه. انت هتيجي. وتقول له. ممكن بقى انك تنزل هنا. وتقول له والله. وتحط الابريتور بتاعك. ايه الابريتور بتاعي بقى? اول حاجة انت ممكن تحط الابريتور بتاعك. ممكن تقول له والله الابريتور بتاعي يبقى مسلا زائد. والنموان هيبقى مسلا خمسة وستة. طليل لك كم? طليل لك احد واشر صح? تمام? لو انت جيت بقى غيرت الابريتور هتلعب في حاجة واحدة. بتلعب في الابريتور بقى ممكن تحطي العلامة دي هيطلع لك ده. لو جيت قلت والله علامة ملطيبلاي. طليع لك ده. مفهومة يا شباب. شوفت الفانكشن بقى بتعمل ايه? يعني الفانكشن موضوع سهل وبسط جدا. ودايما استخدم النوع ده من الفانكشن. استخدم دايما الفانكشن اللي بتشتيرن حاجة. تمام? وما بتأسرش ما بتعملش اي تأسير يعني. خلاص? اه معظم الناس بيستخدم انه ده من الفانكشن بيسهل الشغل جدا. وبقى ممتاز جدا معك. تمام? بترتب شغلك بمعنى صح? بترتب حالك. اوكي? اه التعديل بيبقى في مكان واحد مش بقى في عدة اماكن. لان انت هيقابلك اكواد كتير جدا. لما تنظم شغلك ما بين يبقى ممتاز جدا. تعمل كل الفانكشن بتاعتك في المكان اللي انت عايزه. يبقى حاجة جميلة جدا يعني. طيب. كده خلاص اخلصنا من الفانكشن. ندخل بقى على حاجة مهمة جدا. هي الابجيكت بقى. طبعا الابجيكت معظم الناس عارفاها وبعض الناس مش عارفاها. ويه شغلك الشاغل حيبقى اوبجيكتس فانكشن واريز. تمام? تفضل ما شمان لزمينة عندك ايه? بشمان السؤالة شايف اللي احنا قلنا ممكن نختصر الكود ده بدل ما نقصف ممكن نحط العلامة. كلامك مصبوط. صح كلامك. انا كده اضفرت على نفسي مع عشرة ستور. صح صح كلامك مصبوط وانا كنت بعدت الحل. انا عملت اعملت الحل كده فانا عايزة. انا بعت لكم اصلا الحل اه بالطريقة دي صح? دي بس. بس ما فيش اسم فانكشن. بعت لك وضرب او جمع وقسنة. صح كنت بعت لكم انا الحل بالطريقة ديت في الشات صورة في الشات. خلاص? نفس الطريقة دي. بس انا اصدت استخدم الفانكشن ليه? عشان اوريك ان ممكن الفانكشن نفسيها اللي هي دي بتعمل ري تيرن لفانكشن بتعمل ريتيرن. وضحت?cemos. يعني اصلا. الفانكشن دي تعمل ري تيرن صح? والفنكشن دي بتعمل return فواحدة بتعمل return لواحدة بتعمل return الموضوع سهل جدا وبسيط مش صعب يعني انا قصت من ده عشان ادخل لك جوا ده ودخل لك جوا دي بحيس يعني انت ايه متبقاش فهم ان الامور ممكن تكون معقدة ولا حاجة لا تبقى بسيطة جدا وسهلة الموضوع انت مش هيبان معاك دلوقتي انت لسه في البداية الموضوع هيبان معاك قدام لما قلت لك تدخل فيه زي الجيفا سكريبت اه زي او زي الابراري او حاجة او شغل عالي زي هيبان معاك الشغل ده هيبان معاك انك زي تستخدم الفنكشن دي وتروح لوحدة بتباصي على واحدة او بتبادع على واحدة بتباصي فنكشن وتباصي شيء معين ايه الحكمة اللي احنا هنا استجعنا اف على طول ما غير يعني انا دايما بخش ايه الحكمة بدي بقى ممكن استخدم ايه بس عادي انا بس طالما هي على سطر واحد فبستخدم الكنديشن ادي الكنديشن بتاعي اوكي وادي الريزلت بتاعي لو انت عايز تحول دي لالس فيش مشاكل نحولها لالس اهي اقول له اف تحط الستمند بتاعها فوق اوكي بتقول له ايلس اوكي ويه تسحب دي كده فيش مشاكل هادي خالص لكن ما فيش مقصد معي يعني لا 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 ما فيش اي مقصد خالص بس انا انا حبيت اوفر ايلس يعني فاهمني شنا اوفر يعني ما دم على نفس السطرين فاشتغل اف كذا اه 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 والعلم اكو ممكن نختصر دي كمان انا ممكن اعمل كده كانت شري الريتين وتحط الاوبران ده نجربها كده مع بعض ده اسم التيرني اوبراتور خلا نجربها كده مع بعض شوية نشوف هتشتغلوا ليه انا هنكتب ان لكم يا شباب هو مفوض هنا في المفوض دي لازم يكون فيه true false طبع تيرني اوبريتور بيطلع حاكتين افنين خلا نشوف كده مش هنفع لأسف فيها خلا نشتغل بالتاني افضل الريداب والاحسن افضل اشياء مش هنفع لأخبطه بس تيرني اوبريتور لما بكون في عندك اتنين اتنين ريتيرن بمعنى صاح اوكي بيكون عندك اتنين return فبتحط اولاني والتاني انا قديت لكم في اول session تقريبا اوكي طيب خلونا ندخل على ال object عالسريع كده عشان بس يا ابا انا قفلت ال session بتاعي وعملنا ال object عبارة عن ايه انت بتقول له var عادي خالص my object بيساوي وبتعمل ال ten parenthesis بالطريقة دي وتقدر تقول له ممكن تدله بال key وال value يعني ممكن تقول له my object dot name مثلا dot name دي key بقى key بيساوي مسلا وليكن على سبيل المسال ابا مثلا اوكي خلاص لو انت قلت له console console dot log ال my object هيطلع لك ايه هطلع لك فيه هيبا قال لك الكي بتاعته هيبا خلاص وال key هيبا وال value عفوا ال key my name وال value هيبا طيب دي طريقة يعني انت ممكن كمان انك تضيف كمان حاجة تانية ممكن تقول له dot مثلا ال age ممكن تقول له والله ال age مثلا رقم كمان يعني ممكن يشيل لك رقم ال age مثلا بتاعها مثلا وليكن 25 انا اسف جدا بس انا حضرت اي رقم يعني طيب اه مثلا ممكن اقول له ال address على سبيل المسال ال address ممكن اقول له مثلا وليكن زجزج على سبيل المسال خلاص بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي خلاص طيب فيه حاجة تانى ممكن اعملها بال object اممكن اجي هنا بدل ده كله ممكن اجي هنا وقول له والله ال key بتاعتي name عفوا name 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 واكتب مسلا اه هبة هبة خلاص خليني بس اعمل اه الترتيب بتاعي يكون الطريقة اللي انتوا شايفينها دي عشان بس يبقى واضح معي name هبة و艇 Early key key بتاعي길 25 كومه اخد تعمل فسلا ما بين ال key وال key الاولاني وال key التاني ب evaluation بزود تزود عاما لي خلاص ممكن والله ابقى قال له مثلا ال address address وليكن هنقول مسلا كايرو انا هنا طبعا هو ظهر لك ليه الحاجات ديات لان انا عملت الساين للحاجات تانية عدلت على القيم فانا وشلت التعديل اللي انا عمله ده هيظهر لي الادرس بتاعي اهو هي بقى خمسة وعشرين كايرو اوكي طيب ممكن الابجيكت برضو يشيل قريه يعني ايه يشيل قريه مثلا ممكن اقول له والله مثلا الكورسيز كورسيز على سبيل المثال الكورسيز ايه ممكن تبقى الري على سبيل المثال جافا سكريب ومسلا ري اكت جي اس اصري ري اكت جي اس مثلا اه وليكن نوت جي اس على سبيل المثال اوكي طيب 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 اه طبعا هو اظهر لي ليه ايرور حد دي در اقول ليه زهر ليه شو اللي اللعب لا هبة كومة اللي قبل بعد كايرو يا سلام لا تستاهل اسمك اتحط عشان الكومة اللي بعد كايرو ممتاز جدا طيب كده فعلا صح اه حطينا الكومة بتاعتنا وطلع ليه الموضوع لو لاحظت عندك هنا قال لك الكورسيز الري وقال لك الايه اللمثي بتاعها كامل اللمثي بتاعها تلاتة ولو جت ضغط على الأوبجيكت هنا تظهر القيم اللي فيها ستجد فضلك الكورسيز في جافوا سكريب ري اكتASE ولو جت ضغط على الكورسيز هيظهر لك كل واحد بالاندكس بتاعهم طيب جميل جدا 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 هل ينفع الأوبجيكت يشيل فونكشن هاه هل ينفع الأوبجيكت ينفع شيص فونكشن بتلاح ما شاعل اري البس هيب اسمها مسؤول يبقى يشيل function اسمها بقى method جوه ده فانا خلينا اقول له مثلا ال info نقول له مثلا function خلينا بقى نعمل function بس ايه ال function بقى ما يكونش لها نيم بقى ليه لانها خلات تتعمل ترجع return بقى ترجع return 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 ايه؟ return مثلا my name is مثلا خان اقول له مثلا هبة عايز اكتب قلت له ال name قلت له زائد زائد مثلا ال name خلاص فهو مش عارف يعني ايه نيم خلاص هو مش عارف يعني ايه نيم لو قلت له my object my object dot dot name اوكي زائد لو جيت هنا قلت له my age is ولياكوا على سبيل المثال وجيت هنا بعدي قلت له my object dot age خلاص زائد جيت قلت له my address is اوكي اوكي قلت له زائد my object dot address dot address اوكي طيب وجيت هنا قلت له ايه؟ قلت له انا لا انا مش عايز ال object بقى كله انا عايز dot info حطل ال info ده ايه اللي حصل هو ال info ده شباب مش 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 ال info ده مش function مش key شايلة function صح؟ صح طب ما انا المفروض اعمل لها كل مش مفروض اعمل له كل؟ صح ولا مش صح؟ صح صح بقى مع الله ارض عليكم يعني ايه؟ انتوا جيتوا في الاخر ونمتوا صح؟ طب انا لو انا هنقم انتوا صح صحوني يعني انا عايز اقفل ال session ده انا عايز اقفله بالعافية هقفله انا هقفله تمام؟ دلوقت انا قلت له my object dot info ال info ده key بس ال key ده شايلة function ففي الحالة دي لازم اعمل ايه؟ اعمل call ال function ده جوه ال key فبطلق لي فطلق لي my name is heba my age is 25 my address is Cairo صح؟ بس هل هل طبيعي يا شباب ان انا اقول له my object dot name كذا؟ ممكن اشيل my object دي ممكن الاسم اتغير فانت ممكن تحط هنا ايه؟ this هنغير دي كل ها ونقول له this ونقول له ايه؟ ونقول له this طيب تعال كده نعمل small هي 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 ما حصلش اي حاجة خالص نفس الطريقة دي الموضوع وضح وضح طيب تعالوا نعمل حاجة يكون كويس زريف رطيف كده في الاخر خالص ونسمي my card my card my card دي هتساوي هتساوي الري خلاص والري دي هتشيل هتشيل object هتشيل ايه؟ هتشيل object اول object مثلا هيبقى فيه هيبقى فيه مثلا على سبيل المثال اه اه نقول ال name burger مثلا burger خلاص وال price هيبقى فيه مثلا عشرين وليكن وال count هيبقى فيه مثلا واحد تمام كده؟ حلو؟ تعال نضيف ده اكتر من مرة يبقى ديفها اكتر من عنصر اوكي انين مثلا هنا بو بيرجور لانا اقول له مثلا بيتزا بيتزا وان مثلا هنا شاورنا طبعا هتجوه انا عارف صح فرائز يا باش الارين فيها اللي انت عايز فرائز حط نعدل بقى في الحاجات دي نخليها مثلا دي عشرة هيخليها تلاتين وينفع داخل الـ يبقى فيه فانكشن داخل الـ و الـ انت عندك الـ صح؟ هتبقى مولد يعني لا مش مولد ولا حاجة والله مولد ولا حاجة وها ستة ده ترتيب بيانات ده تنظيم بيانات تنظيم البيانات تحط فيه زي ما انت عاوز خلاص؟ لا 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 بسيطة خالص هفهمك ان الليلة ماشية زي خلاص. وكده احنا الامور معان اه نكتب انا ميك كارت واخد سبيس. ميك كارت. طيب الواحد الكاملت وانا انا جيت هنا وقلت له والله console.log الميك كارت. خلاص طلع لك الحاجات ديت بس بلاش ميك كارت دي نسميها خلاها مثلا نسميها ايه دي برودكت صح? برودكتس برودكتس. اوكي. ولو جيت قلت له برودكتس. هيطلع لك البرودكتس بتاعتك قدامك بالطريقة انت شايفها دي. زي ما انت شايف البرزيمت بتاع الدياتا اللي جواها من زيره لحت تلاتة وكل عنصر ده الاندكس الاولاني في الابجيك ده الاندكس التاني في الابجيك ده كل واحد له او بجيك مختلف. طيب. دلوقتي انا مسلا عايز اقول له والله اه عايز اقول له اه فانكشن. فانكشن. اد تو كارت. كارت. دي هتضيف للكارت. يبقى انا هعمل ايه? يبقى انا هعمل هنا. الري ايه? الري اسمها ايه? فار ماي كارت. تمام? الري دي هنضيف فيها الحاجات اللي انا هشتريها مسلا. انت مسلا هيبقى قدامك العناصر دي. خلاص? فانت هتقول له والله عايز اقول له اختار من العناصر اللي قدامك. فاحنا ممكن نقول له طلعينا. اه ممكن نقول له هنا مسلا. نعمل فور لوب. فور. فور انانا هايز اقه هزه بدي. في فور مسلا نقول له اي وar product ونقلو مايك يا جمعة لو سمحتوا لفتح المايك إفيلو بعد إذنكم طيب جميل جدا 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 طيب أنا عايزه مثلا لو ضغط على واحد أو يقبل عنصر معي مثلا لو ضغط على واحد يضيف البرجر خلاص ضغط على اتنين يضيف البيتزا يضغط على شوير ما يضيف الضغط على تلاتة يضيف الشوير ما يضغط على الاربع يضيف خلاص نظرا لأن مثلا نقول له مثلا هنا البروداكت نمبر نمبر دخل ركم البروداكت اوكي وبعدين حاجة هنا اقول له ايه اف انا هستقبل منه هنا البروداكت نمبر انا عايز اضيف بها اقول له مثلا ماي كارت ماي كارت اوكي دوت بوش دوت بوش ايه هتبقى دوت بوش ايه دوت بوش البروداكتس برووداكتس اف ايه بقى اف البروداكت عفوا هي دي روداكت نمبر صح خليكم بس معايا اللي ارض عليكم ها معايا واحدة واحدة كده واحدة واحدة انا قلت له اد تو كارت وهو اد تو كارت دي لما اجي انادي عليها هتستقبل مني البروداكت نمبر فانا بقول له ماي كارت دوت بوش ماي كارت اللي هي الاري دي ضيف لي فيها البروداكت ايه البروداكتس ضيف لي فيها الاندكس بتاع ده فهو سيدخل هنا واحد فهيضيف له راكم واحد طيب انا اريد راكم واحد يكون البرجر فانا هقول له ايه اضغط نام لا وانا هيضيف لي الابجكت على بعضه على فكرة مش هيدف لي بس النام بس هيدف لي الابجكت على بعضه انا عايز لما اضغط واحد اضف لي بيرجر اضغط اثنين يضف لي بيتزا اضغط ثلاثة على مثلا لو جيت هنا اوكي قلت له ادتو كارت واحد ادتو كارت واحد المفروض ان هو على مثلا لو جيت هنا قلت له او قلت له مسلا هنا خيرا مسلا قلو اوكي قلت له هنا خلاص جيت هنا قلت له اد تو كارت تو كارت اوكي ويديت واحد ركز ما معايا المفروض هنا يضف لي بالمفروض القليص إلى اسمه ويكون ضيف لي البيرجر واكي اضاف للبيتزا ليه بقى انا عايز على اضيف للبيتزا يبانا نفعله من زيرو ايوه يبانا نفعل ايه نفبر جيت 6 قبل البيرجر صح المفروض هقول له دي ماينس كام ماينس واحد صح صح ماينس واحد هو دخل واحد فالواحد ماينس واحد بصفر صح لو انا جيت هنا قلت له اقادتو كارت اتنين يبقى ده هيبقى فيها ايه هيبقى فيها ايه هيبقى فيها بيتزا صح بس ده مش حل ده مش حل ايه بقى لان انا كل ما بدي اضيف هيحزف لي القديم صح حزف الاديم ولا مش حزف هو بلا خطي كورا علشان انا عمل في باقي الاري ده اللي هو الابجيكت مش جوه الفانشو ملعاش علاقة ملعاش علاقة لان انا 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 بنادي مرة واحد بس تبتعلي كارت نادي تاني خلنا مثلا قول له واحد اقعد فيها اتنين وانا كل مرة لازم نادي عليها تفاهميني يعني الملف ده بيشتغل مرة واحدة مش ريال طايمة شباب اوكي يعني انا كل مرة لازم اعمل اد تو كارت اد تو كارت انت كده رنيت مرة واحدة بس مش هينفع مش هينفع مش هينفع انت بتعمل مش هينفع انت بتعمل بوش بوش فانت بصة شباب دلوقتي خلينا نمشي واحدة واحد انا هنا انا جيت عمل هنا انا خلينا احزف ده ونمشي نعمل نعمل اه للكود مرة واحدة هنا نعرفت الايه هنا نعرفت صح صح انا مش صح اعمل لالاري ممتاز ومفهومة النقطة دي جيت هنا انا عملت دي خلاص بقى وجيت نليت عالفنكشن يعني جيت نليت عالفنكشن فانكشن رحت هنا ضفت الاتنين فراح عمل بوش جوه دي وخلاص الكود خلص على كده الكود خلص على كده فانت لما تيجي كل ما تعمل ريفرش هي هو ضايف فيها هو هي حاجة واحدة بس اوكي هي حاجة واحدة بس شباب مش بيعمل بوش ده مش ريال تايم اوكي فانت عايز تضيف تاني فلازم تضيف تعمل سطر تاني عشان يروح يضيف معها كمان واضحت ولا مش واضحت مش واضحت صح لأ انت هنا انت عملت بوش فانت عملت بوش مرة واحدة لان الكود تنفذ مرة واحدة السطر ده تنفذ مرة واحدة لما انت عايز تنفذ اكتر من مرة فلازم تكرره اكتر من مرة عشان يتنفذ يعني هنا ضفت العنصر او الاندكس واحد هنا ضفت الاندكس زيرو خلاص كده اصبح جوه الري كم عنصر عنصرين صح او اتنين او تمام طب اعمل جديد واخد في بلاس مش ينفع مش هينفع ما خلاص احنا كده عملنا خلاص انت كل ما انت بلوقتي ما بتيجي تضيف اوبجيكت عفوا ان ما بتيجي تضيف الكارت مثلا انت لو رحت على امازون مثلا جينا على امازون بس نبقى فاهمين الفنكشن بتاعت ازاي انا مثلا عايز اضيف العنصر ده ادخل مثلا على الحاجات دي عايز اضيف ده عندي اوكي انت بتعمل ايه مش بتقول ادتو كارت صح لو قلنا ادتو كارت اصبحت الكارت هنا فيها واحد صح صح او مش صح انت انت كم مرة ضغط على ادتو كارت مش مرة واحدة مش مرة واحدة ولا مرتين مرة واحدة طيب ما ها دين مرة واحدة ايه دي مرة واحدة مرة واحدة ايه طيب عايز اضيف ادتو كارت تاني عايز اضيف عنصر تاني ادتو كارت مش هتقول له ادتو كارت مش هتضيف مش هتضغط ادتو كارت تاني صح طح؟ يبقى انا لازم اضغط Add to Cart تاني Add to Cart تاني انا ضغط Add to Cart تاني اصبحت الكارت فيها ايه؟ اصبحت فاتنين وانا ضغط على Add to Cart اصبحت فاتنين ولا لا؟ طيب ماهانا ده نفس اللي عندك تقولين مستغربين يا جماعة؟ ده نفس اللي عندك بزهر لأ واحنا مستغربين انه هو لما يحصل ده نفس اللي عندك داتا بيز او انخزن في Local Storage ده مش دلوقتي كمان ثلاثة ستشن او اربعة ستشن هتعرفوا Local Storage من الخزن فاز ازاي؟ فهمتو؟ هتعرفوا يعني ايه Local Storage؟ يعنيها علاقة ان احنا لما نعملش الفراشن الصفحة؟ لا 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 اصلا قصة ان انت تخزني بيانات والبيانات ما تتغيرش دايما تتخزن في داتا بيز سواء او الـ MySQL او الـ Local Storage اللي عندك او الـ SPL خلاص يجب ان تكونوا مربوطة بداتا بيز اوكي؟ وضحت؟ فهمين مش فهمين؟ بس انا كل ما بدي اضيف حاجة للعنصر لازم اضغط على Add to Cart كيني ضغط Add to Cart دي كيني ضغط على Add to Cart اهو اوكي لو جيت لنا مثلا قلت له اربعة جيت هنا قلت له مثلا ثلاثة فاصبحت الـ MyCart فيها ايه؟ فيها الحاجات دي اوكي؟ طب انا لا انا عايز اقول له والله مثلا لا انا عايز اضيف الـ Burger او البيتزا فانا ضفت البيتزا ايه خلاص؟ ضفت البيتزا قدامي بس انا مش عايز طلب واحد انا عايز طلبين بقى ركز بقى بالحطة دي انا عايز طلبين ها ففي الحالة دي هقول له انا عايز طلبين فانا المفروض المفروض اقول له هنا الايه؟ اقول له ايه؟ ضيف لي الـ Number او الـ Count صح؟ Count؟ الـ Count تمام؟ فانت هنا لما تيجي بدك تنادي لو انت عايز تنادي على Add to Cart هايقول لك ايه؟ هايقول لك دخل لي الـ Product Number اقول له والله اتنين ويالـ Count بقى عايز كم رقم انا عايز والله انا عايز تلات طلبات من البيتزا دي خلاص؟ فانت في الحالة دي هتيجي تقول له ضفلي على ده صح؟ وتيجي تعدل تاني بقى هتقول له My Cart خلاص ها هتقول له ضفلي ده ضد بوش ده اوكي؟ تعالك هنقول له مثلا ضد ضد الـ Name عفوا ضد الـ Count خلاص اول حاجة هنعدل على خلاص هنعدل على ده اوكي؟ خلاص هنعدل على ده اوكي؟ لا 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 مش بطارية دي دلوقتي دلوقتي بس واحدة 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 دلوقتي انا 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 جبته الـ Count بتاع واحد صح؟ صح؟ انت ممكن تيجي هنا وتقول له My Cart وفي ايه؟ انا اخذ الوقتي هو اوف الزيرو صح؟ اوف الزيرو تمام؟ او اوف اماش اوف الزيرو اه توبق اوف دي خلاص دوت COUNT COUNT بتساوي اتنين او بتساوي COUNT COUNT ايه? فين دي? هو المفروض لأ المفروض ديت او في الزيرو. كده صح. خلاص او طلالك كم طلالك تلاتة صح? لان انا ايه? انا بس تلاتة هنا. بس دي مش دي مش تعتبر ايه? مش هعتبر طريقة ما انا لو ضفت واحد تاني. مش مش هتبقى طبيعية. طب اعمل ايه? اول حاجة. هقول له مسلا. او نقول له فار ماي اوبجيكت. اوبجيكت هيساوي. هيساوي ايه? هيساوي ده. حلو? ركز بقى معاين. هيساوي ده. خلاص? حلو كده? فهتقول له ماي اوبجيكت ضد اكاونت. ضد اكاونت. ركز ركز الله يرضى عليك. ماي اوبجيكت. ضد اكاونت. هيساوي الكونت. تمام? وبعدين هتعمل بوش للايه? هتدروا اللي هعمل بوش للايه? هم? هعمل بوش للايه? ماي اوبجيكت. رافوا عليه? ايوة كده. انتم نمتوا الليه? والله ينمتوا شكلكم كده. ماي اوبجيكت. تعالوا كده نعمل ده. اهو? تلاتة اهو. طب تعال نضيف انضيف عنصر تاني. تعال نضيف مسلا. عايز اضيف براش البيتز. عايز اضيف يا سيدي. لما صلى على النبي عايز اضيف الشاورمة. اللي هي رقم كام? اللي هي رقم تلاتة صح? اقول له تلاتة. وعايز خمسة بانها بقى خمسة. طبعا نشوف. الشاورمة فيها كام? قال الشاورمة فيها كام? خمس طلبات. صح? ها? فهمتوا? انا ما فهمتوش? ولا صعبة? عظيم بتقوله دلوقتي انت جاي تدنينا الحاجة المهمة في الاخر. صح? صح? التسك بتاعكم بقى. يا حلوين يا شطرين يا مفتحين معايا بقى. التسك بتاعكم. دلوقتي انا عملت المايك كارت. صح? دلوقتي انا عملت المايك كارت قدامها. كيف اطلع التوتل برايس بتاعي? يعني تقول لي والله التوتل برايس للبيتزا? هطلع لي مثلا ثلاثة فاربعين هطلع لي مئة وعشرين. التوتل برايس للشاورمة هطلع لي مثلا خمسة فتلاتين بمئة وخمسين. حلو? ولا صعب عليكم? ده تسك ليكم المفروض تستطيع تعملول ان شاء الله. وبهذا اه نوقف التسجيل ونقول اتمنى ان احنا نكون وصلنا من معروما ولو حتى بقليل من الفهم. ترجمة نانسي قنقر